الأمن العام الأمن العام في اليابان مستتب ومن النادر أن تقع هوادث سرقة في المدن أو القرى لقد عبرت على أقدامي الجبال والويهادة والسهول فكنت أشعر بالتعب فأنام في العراء ومعي بعض الأموال والأمتعة فلم أتعرض لأي حادث كنت ألاحظ أبواب البيوت التي أنزل فيها ضيفا فلا أجد أحدا يقفل بابا والأبواب في الأصل ليست محكمة إنها تنهار بمجرد الدفع وتكاد الصحف تكون خالية من أخبار جرائم السرقة كما إنني لاحظت أثناء زيارتي للسجن بأن المحكوم عليهم بالسجن من جرائم السرقة لا تزيد نسبتهم على العشر في المئة وقيل لي بأن أكثر الجرائم هي الجرائم المتعلقة بالعرض فقد اعتدى أحدهم على عرض آخر لذلك قام ناكو مارا بضرب نيزو بآلة جارحة وقد يعمد الصديق إلى قتل صديقه بسبب العرض وفيما عاد ذلك فإن الأمن مستتب والحوادث الجنائية نادرة الوقوع وقلنا عدة مرات بأن اليابانيين يتميزون عن الأمم الأخرى ببعض الصفات نذكر منها أن كل ياباني لا بد أن يحتفظ في بيته بسكين حاد وإن ذلك السكين الحاد يهدد حياة صاحب المنزل قبل أن يهدد حياة الآخرين فإن قام بأمر مخل بالعرض أو قام أحد الناس بالاعتداء على عرضه فسكت عليه أي أنه لم يستطع الحفاظ على سمعته بين الناس فعليه الانتحار فإن لم ينتحر قتله ذوه وأقاربه ثم إنه يقوم لنفس السبب بالهجوم على الآخرين ومن العجيب حقا أن الانتحار عند اليابانيين يتم بشق البطن ولا بد للمنتحر أن يشق بطنه بالسكين المحاكم العدلية المحاكم العدلية لدى اليابانيين منظمة تنظيما جيدا والمسافة الزمنية بين وقوع الجريمة والحكم النهائي هي 15 يوما فإن لم تتمكن المحكمة من إصدار حكمها القطع خلال 15 يوما فللمجرم مغادرة السجن والمحكمة تنظر في الدعوة بحضور وكلاء الدعوة المحلفين ولا أرى ضرورة لأن أتطرق للشؤون القانونية ولكن الذي استرعى اهتمامي هو عدم الاعتداء على حرية المحكوم لا قبل الحكم ولا بعده ولا يمشي المحكوم على قدميه بل ينقلونه بالعربة وإذا أنزلوه من العربة ونقلوه من دائرة إلى دائرة أخرى عبر ممرات المحكمة ألبسوه قناعا بحيث لا يعرفه أحد ولا يذكرون شيئا عن المجرم في الصحف إذا كانت جريمته تتعلق بالعرض أما إذا كانت مجرد خيانة فلا يتوانون عن التشهير به بكل الرسائل الربيع للربيع مكانة خاصة عند اليابانيين فعندما تتفتح زهور الكرز ساكورا يخرج عامة اليابانيين إلى البراري لاستقبال زهرة الكرز وكانت جمعية توهو شوغي قد أرسلت لي في أوائل شهر أبريل بطاقة دعوة لحضور مهرجان الاستقبال وفي اليوم المحدد توجهت إلى المكان المبين في البطاقة وهو حديقة وينو في أحد أحياء توكيو فوجدت هناك أوميهارا رئيس الجمعية ومئات الأعضاء وقد تجمعوا تحت راية توهو شوغي وبعد استراحة عشر دقائق توجهنا إلى محطة قطار وينو ومن هناك سافرنا بالقطار إلى مدينة ناغويا وما إن أخذنا مكاننا في العربات وتحرك القطار حتى قدمني أوميهارا إلى زملائه قائلا أيها الزملاء إن هذا اليوم هو أعظم أيام جمعيتنا ذلك لوجود ضيفنا الكبير إبراهيم بيننا نحن اليابانيون نسعد في هذا اليوم المبارك بتشريف مسلما لنا لأول مرة وقف جميع من في العربة محيين بصوت واحد بانزاي واستغرقت رحلتنا إلى مدينة ناغويا أربعين دقيقة تبعد ناغويا أربعمائة كيلومتر تقريبا ولعل عشر ساعات غير كافية بقطار ذلك الزمان ولعل مكان الحديقة غير ناغويا السامراء ولعله ناكانو ثم مشينا على أقدامنا مدة عشرين دقيقة أمضينا ساعة أو ساعتين في الحديقة ألقيت خلالها كلمات عن الربيع كما ألقيت بعض الأشعار فكان وقتا طيبا شاهدت في تلك الحديقة والحذائق المجاورة مناسا كثيرين على شكل مجموعات كل مجموعة تحتفر على نحو خاص بها ومما استرع انتباهي هو عدم وجود أي عنصر نسائي من بين هذه الجموع الغفيرة كان في إمكانهم إحضار نسائهم معهم لأن مفهوم عدم الإختلاط والحجاب غير معروف عندهم كما إن اليابانيين قوم متقدمون وقد يحدث هنا ما يحدث لدى الأوروبيين من قلة الحياء ولكن مضى الوقت باللعب والضحك ضمن حدود الأذب وعرفت فيما بعد بأن استقبال الربيع عادة قديمة عندهم فقد دعينا لاستقبال الربيع مرات كثيرة فكانوا لا يخرجون إلى البر ويحتفلون في حذائقهم الخاصة داخل المدينة وقد دعاني الكونت ماتسورة في إحدى المرات لاستقبال الربيع ويكون الجو في اليابان لطيفا من بداية شهر مارس وحتى نهاية أبريل يمضي فيها اليابانيون أحلى الأوقات باستقبال الربيع وفي استقبال الربيع هذا وجدنا الفرصة للتعرف على كثير من اليابانيين وألقينا كثير من الكلمات ونجحنا في إشغال أذهان اليابانيين بقضية اتحاد الشرق التجارة عند اليابانيين أمضيت عدة شهور في اليابان ولم أحاول الحصول على معلومات عن التجارة إلا أنني كنت ألاحظ وجود متاجر ضخمة إلى جانب دكاكين صغيرة كثيرة ولا تجد بيتا على الشارع إلا وقد حولوا إحدى غرفه إلى دكان وكنت أعجب لكثرة الدكاكين في المدن والقرى على حد سواء لماذا كل هذه الكثرة؟ كنت أفكر وأقول في نفسي في كل بيت دكان فمن أين يأتي الزبون؟ إلا أنني لم أكن أعرف طبقات التجار ولا شك أن صغار الكسب كثيرون لفت نظري كثرة البقالات الصغيرة ودكاكين العطار حتى في القرى والأرياف وذات يوم سأل أحدهم في اجتماع كنت أحضره هل من الممكن إقامة علاقات تجارية مع تركيا؟ ومنذ ذلك اليوم بدأت أفكر كثيرا فيما يمكن أن تقوم به العلاقات التجارية وصرت أوسع مجال تفكيري وأبحاثي من الملاحظ كثرة وتنوع المصانع في اليابان وكنت ألحظ المخترعات العديدة التي تحير الألباب وأن اليابان استهدفت تطوير التجارة وتعميمها باستخدام طريقة تسجيل المخترعات واستحدثت لذلك متحفا خاصا فكل من يخترع شيئا يصنع له نموذجا ويودعه في هذا المتحف ويأخذ امتيازا بذلك الاختراع ومن يزول هذا المتحف يطلع على مدى التقدم الصناعي والتجاري في هذا البلد فهناك مخترعات جديدة من ماكينات وآلات وأدوات صناعية وزراعية تودع الآلاف منها في المتحف المذكور والواقع إن فيها بعض الأشياء التي لا أهمية لها قد سجلت ضمن المخترعات الجديدة مثل شارات الملابس وحفائض النقود والقمصان والقبعات كلها دخلت ضمن سجلات المخترعات وإلى جانب ذلك تجد محركات مهمة وجلود سمك مصنعة وآلات خاصة باستخراج زيوت السمك وأنواع الأسلحة النارية وأشياء أخرى مهمة قلت جوابا لسؤال ذلك الرجل بأنني لم أجد سلعة تجارية يمكن المتاجرة بها مع تركيا عندئذ قال أحد الحاضرين مهما كان نعود تعامل فإننا سنجد هناك ما نشتريه كما سنجد عندنا ما نبيعه لهم والمهم أولا أن نجد وسيلة الاتصال بهم لم ندري ما السبب في جهل بعضنا بعضا وتوجه رجل اسمه مياكو بالكلام قائلا توسط بيننا كي يطلب الأتراك بنا أن نصنع لهم سفنا تجارية وسنستقدم عمالا من تركيا كي يشرف على عملية الصنع وكلما زادت الطلبات زادت العلاقات والتمازج بيننا وتفتح أبواب كثيرة خلال وقت قصير إنني أضمن بأن السفن التي سنصنعها أكمل وأحدث من السفن التي تصنع في أوروبا وأرخص منها بنسبة 20% إن في مقدورنا صنعها حتى ولو لم نربح شيئا فإذا بدأت العلاقات فسيكون بعدها ما بعدها ومع بداية العلاقات تبادر بنوكنا إلى فتح فروع لها هناك وتفتح بنوككم فروعا لها هنا وإذا بدأ التبادل بين البنوك التي تعتبر رأس مال التجارة تطورت التجارة بيننا بأقصى سرعة كان مياكو يتكلم وأنا أفكر فيما يقوله وبدأ القلق يساورني فإذا تحقق ما يقول فإنني أخشى أن نخيب ونفشل لأن البنوك في اليابان من الكثرة بحيث تزيد على الصرافين في منطقة غلطة في إسطنبول بالإضافة إلى أن الأمر عندنا فوضى والبنوك الصغيرة في اليابان لها فروع في المدن والقرى وعدد البنوك الكبيرة ليس بالقليل وفي بنك ميتسوي يعمل أكثر من 600 موظف وله فروع في إنجلترا وأمريكا وبما أنني لا أملك معلومات نظرية أو عملية عن التجارة فإن أي جهد ومسعى مني لا يأتي بشيء يمكن أن يقيم علاقة تجارية ومع ذلك فقد أيقنت بأن التجارة في اليابان متطورة جدا ذلك لأن الصادرات زادت على الواردات أضعاف المرات وإذا استطاعت اليابان أن تضع يدها على منشوريا وكوريا فإن اليابان لن تحتاج إلى استيراد أي شيء خلال عشرين عاما لقد حصلت على مثل هذه المعلومات وإن كانت سطحية استطراد بينما كنت أبحث عن معلومات تتعلق بالتجارة وإذا بي أصادف كنزا وقد يستغرب الناس إذا قلت صادفت كنزا والحقيقة إنما صادفته من الضخامة بحيث يصح أن يقال عنه أنه كنز خلال إقامتي في يوكوهاما تعرفت على رجل خبير بإصلاح الساعات يعرف شيئا من اللغة الروسية كنت أتردد على دكانه بين فترة وأخرى أتحدث معه فيما يلزم وما لا يلزم لتمضية الوقت وللتدرب على اللغة اليابانية فقد كان يفهم ما أقوله باللغة الروسية ويجيب باللغة اليابانية في أغلب الأحيان فترددي عليه في الصباح والمساء قوى الصداقة فيما بيننا وذات يوم كنا نتحدث عن التجارة فقال لي أتريد مني أن نتبايع ونربح مبلغا كبيرا؟ طبعا طبعا إن كان هناك كسب للمال فأنا مستعد دائما أخبرني عن البضاعة فسنعمل ونكسب ولكن الأمر يحتاج إلى قليلا من الجرأة وقليلا من الصبر لقد قيل إذا لم تتوفر الجرأة لا يمكن أن تحصل التجارة ديننا يأمرون بذلك هذا الياباني المسكين سمع مني هذا الكلام فظن بأنني تاجر جسور جدا إذن فسنبحث الأمر بصورة جدية ودعاني للاجتماع في منزله وكنت في منزله في الموعد المضروب وبعد تقديم الشاي قال لي الرجل عندنا في اليابان بعض الأوراق الروسية استولى عليها بعض الناس في بورت آرثر دون علم الحكومة ولم يعرفوا ما هي هذه الأوراق في حينها لأن الموظفين الروس خلال حصار بورت آرثر أخرجوا هذه الأوراق في صورة من الصور ودفنوها هنا وهناك وعندما استسلمت بورت آرثر بصورة رسمية فإن الدوائر الرسمية جرى تسلمها بموجب دفاتر لذلك فإن الأشياء المستولى عليها بصورة غير رسمية لا يمكن عرضها على الحكومة الروسية وعليه فلو استطعنا إدخال هذه الأوراق إلى روسيا بشكل غير رسمي وبيعها لحصلنا ربحا عظيما أي شيء هذه الأوراق حتى تدر علينا مثل هذا الربح أنا لم أفهم حتى الآن أنا أضمن لك أن نربح بضعة ملايين فقد نشتريها بمائة وخمسين أو أقل من ذلك فهذه الأوراق بحوزة أحد الناس وقد أرسلت في طلبه ولعله لم يقدر على المجيء لسبب من الأسباب كان عليه الحضور كن واثقا بأنني سأكون وسيطا بينكما كي تحصل على مبلغ كبير سأرتب لقاء بينكما بعد ثلاثة أيام فإذا حضرت في الساعة العاشرة من يوم الجمعة فستجد ذلك الرجل مع عينات من تلك الأوراق كما إن لدي عملا تجاريا مربحا المهم إنني سأنتظرك في الساعة العاشرة من يوم الجمعة ستسر بهذا اللقاء ودعته على أمل اللقاء في اليوم المحدد الذي أصبحت أنتظره بفارغ الصبر وفكري لم يزل مشغولا في نوعية هذه الأوراق وفي الساعة العاشرة من اليوم المذكور وصلت إلى منزل الساعاتي فوجدت رجلا في زي تاجر وقدمه صاحب المنزل لي قائلا هانافوسا الوسيط التجاري الشهير في توكيو وقدمني له قائلا عبد الرشيد إبراهيم من التجار الروس المعتبرين أظنني هذا المسكين تاجرا وبعد حديث قصير نظر إلي وقال أخبرك صاحب المنزل عن سبب لقائنا نعم لقد عرفت بعض الشيء ولكنني لم أعرف البضاعة هذه هي العينة وأخرج من محفظته كمية من الطوابع البريدية وسندات الأسهم وأنواع من الأوراق الأسهم لم أعرفها وقال هذه هي المضاعة كم تبلغ قيمة هذه الأوراق وهل لديك الكثير منها؟ طوابع البريد مقدارها حوالي مليون وستمائة الف روبل وطوابع الرقابة أكثر من ثلاثة ملايين وقيمة الأسهم حوالي مليونين والمجموع سبعة ملايين كيف تريد بيعها؟ هل يمكنك البيع على دفعات؟ حسب المساومة ولكن ليس بمقادير قليلة وما هو الثمن؟ من الطبيعي أنني أردت أن أفهم كل هذه الأشياء وبدأت أتصرف كالتجار وبعد الأخذ والرد توصلنا إلى النتيجة التالية إذا اشتريتها كلها فبثلث قيمتها وإذا اكتفيت بطوابع البريد فبستين أو خمسة وخمسين بالمئة وأخذت بعض مئات منها وبعثتها إلى بعض معارفي في بيتروسبورغ وتبين أن الطوابع البريدية تغيرت في روسيا ولم يعد للطوابع القديمة أن يتقيم ومع ذلك استمرت علاقتي بالوسيط ولقيني ذات يوم قائلا إن لدى الحكومة كثيرا من الأسلحة الروسية غنمتها في بورت آرثر فهل يمكن بيعها؟ سأتوسط لشرائها بثمن رخيص وما نوع تلك الأسلحة؟ خمسمائة ألف بندقية ومع كل بندقية مئتان وخمسون ألف رصاصة لم تستخرج من صنادقها بعد إنها على حالها كما خرجت من المصنع وكانت مخزنة في بورت آرثر عندما غنمها رجالنا وهل ستباع سرا مثل الطوابع؟ لا إذا أرادت إحدى الحكومات شرائها فيمكن منقشة السعر وقد يكون هناك شعب تحت حكم دولة أخرى أو أفراد فعندئذ يمكن شراؤها بصورة غير رسمية كما توجد لدى وزارة الحربية غنائم أخرى كثيرة فإذا وجدت من يشتريها فإنني سأتوسط لبيعها كلها هناك أكثر من 250 ألفا من جلود الأغنام المصنعة وأشياء أخرى كثيرة وبالأمس نشرت الصحف إعلانا عنها يمكن شراء جلود الغنم بأسعار رخيصة وهناك ملابس جديدة وجاهزة هذا هو الكنز الذي كنت أقصده إنني وإن لم أكن عسكريا وليست لي القدرة على إجراء تقييم في مثل هذه الحالات فإنني أعتقد بأن هذا الكنز يمكن أن يكون مادة للمختصين من العسكريين كي يحكموا عليه هل كان تسليم بورت أرثر لليابانيين موافقا للقانون والحكمة أم لا وإضافة إلى ذلك فقد أثبتت الأوراق الرسمية وجود مئات من حيوانات النقل وغيرها لقد علمنا أن أستسيل قائد بورت أرثر قد عقب بموجب القوانين ولكنه يغلب على الظن بأن تلك العقوبة تعتبر نوعا من المكافأة ومع أن هذا الموضوع يعتبر نوعا من الخروج عن المقصد الأصلي فإنني أرجو أن لا يكون خاليا من النفع فإن أمما كثيرة تسفك دماؤها وتزهق أرواح أبنائها من أجل أطماع سياسية لحكوماتها معتقدة بأنها تخدم أوطانها رغم أن على رأس هذه الحكومات بعض السارقين كل هذه الأمور جديرة بالملاحظة موانئ اليابان الموانئ التجارية المفتوحة بشكل دائم في اليابان هي سوروغا وموجي وناغازاكي وكوبي ويوكوهاما وهذه المدن من أهم المراكز التجارية والسوروغا وموجي فهما بوابة روسيا وأما ناغازاكي وكوبي ويوكوهاما فهي بمثابة بوابة للتجارة البحرية لأوروبا وأمريكا وأهم المواد التجارية في اليابان هي الأرز والشاي والسمك وزيت السمك وأنواع عديدة من الأخشاب وتصدر هذه المواد عبر ميناء كوبي إن عدد سكان هذه المدينة هو حوالي 250 ألف وفيها 25 من التجار المسلمين الهنود كما إن فيها كثيرا من التجار الأجانب ومع ذلك فإن عددهم محدود والسبب الرئيسي لذلك هو عدم تمكن الأجانب من امتلاك الأراضي أولا ووجوب تملك اليابانيين لأكثر من نصف الحصص في الشركات الأجنبية وهذا يعني وضع قيود كبيرة أمام الأجانب ثم إن التجار اليابانيين يعملون على قطع الطريق على الأجانب فمثلا قامت شركة نيبون يوسين كايشا وهي من أكبر شركات السفن بعقد اتفاق مع شركة بنسلفانيا إحدى أشهر الشركات الأمريكية على أن تدعى هذا اليابان بالقيام بالنقل البحري باسم بنسلفانيا وتعضيها لشركة نيبون يوسين كايشا أما نيبون يوسين كايشا فإنها تستقبل الأمتعة التجارية والركاب المتوجهين إلى داخل أمريكا تستقبلهم في ميناء كوبي ويوكوهاما فإذا وصلوا إلى سواحل أمريكا سلمتهم إلى شركة بنسلفانيا حتى تذاكر القطار إلى داخل أمريكا يعطونها في ميناء كوبي وبسبب هذه الاتفاقية لا تستطيع السفن الأمريكية الدخول إلى اليابان إن كل هذه التدابير صائبة وتدل على بعد نظر فإذا وجد مثل هؤلاء الرجال للقيام بمثل هذا التعامل فلا ضير من قدوم التجار الأجانب معدن الذهب عند اليابانيين في الأراضي اليابانية 24 نوعا من معدن الذهب وإنتاجها يوزن بوحدة تسمى رين تختلف قليلا عن المثقال المعروف عندنا وذلك على النحو التالي جنغاتا جنغاتا تايم 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 2844 في اليابان الاختبارات في المدارس استمرت اختبارات المدارس من نهاية شهر نيسان أبريل وحتى نهاية شهر أيار مايو وخلال هذه المدة شاهدت كثيرا من حفلات توزيع الجوائز للناجحين في مدارس الذقور والإناث أريد نقل بعضها للقراء الكرام في البداية دعاني البروفيسور تاناكا لحضور حفل تخرج دفعة الأولى من طالبات مدرسة كوتو غاكو التي افتتحها بدافع من حميته الوطنية والواقع فأن هذه المدرسة شبيهة بمدرسة سايجو غاكو النموذجية التي ذكرتها سابقا وعندما وصلت إلى المدرسة كانت الامتحانات قد انتهت وبدأوا بتوزيع الجوائز قدمني البروفيسور تاناكا إلى الحضور واليابانيون يطلقون على التتار اسم تاتاجين فقال أقدم لكم جميعا المسلم عبد الرشيد إبراهيم من قوم التاتاجين قاموا احتراما لي وسلموا علي جميعا وقمت أنا بدوري وشكرتهم وكان من بين الحضور ثمانية من أعضاء البرلمان وستة محامين وأربع من أساتذة الجامعات وقد تكلم أكثر هؤلاء في الحفل وقدموا للبنات نصائح طيبة وأنقلوا هنا خلاصة ما قاله عضو البرلمان والخطيب الشهير ساساكي إن أهمة الإنسان ونشاطه هما من أكبر وسائل الحياة في هذه الدنيا ولا يمكننا أن نتصور قوة تعادل هذه القوة ومهما قل عمل الإنسان فإنه يقاس بنياته إن المهمات التي يقوم بها السيد تاناكا حاليا قد تكون من قبيل الفرعيات ومع ذلك فإن العمل القليل قد يستحق مكافأة كبيرة حسب حجم النوايا إن الأخ تاناكا لم يطلب شيئا من أحد لم يطلب مساعدة من الحكومة لقد عمل بمفرده وفر من جيبه الخاص وقدم به خدمات لبنات الوطن منذ ست أو سبع سنوات جمع اليتيمات حوله وأوقف كامل بيته لهن وحصر نفسه وزوجته في زاوية من زواياه فهذا الرجل الذي هو أمامكم تبنى الصغيرات ورباهن هذا هو البيت الصغير وأشار إلى غرفة داخل الحديقة لم يتسع لنا فاجتمعنا في الحديقة تحت المطر وكان المطر ينزل قليلا هذه هي المدرسة التي تأوي إليها الصغيرات منذ سبع سنوات وغدا سيكون أمهات وإثنتان من بينهن صرنا الثمرات الأولى لقد تربتا من أجل أن يربينا جيلا للوطن وسينتظر الأخ تاناكا بكل ثقة نشأة بقية الطالبات وتخرجهن في العام القادم أقدم لكم هذه المرة الثمرتين الصغيرتين قوما حتى يركن السادة الحضور وقامت الفتاتان وتابع ساساكي كلامه فقال لا تنظر إلى لباسهن فالعار في الجهل وليس في الفقر أكرر فأقول بأن السيد تاناكا ومعه حرمه ربهن في هذا البيت المتواضع بجهده الخاص لقد حق له أن يفخر كما شاء إن ذلك ليس باليسير وإني أضرب لكم مثالا على مدى الخدمات التي يقدمها الأخ تاناكا خلال وجودي في منغوليا التقيت بعددا من المنصرين وسألت أحدهم عما قام به وعن مدى التوفيق والنجاح الذي وصل إليه لقد عمل في التنصير مدة عشرين عاما وصرفت حكومته الملايين وبنوا الكنائس والصوامع فتنصر خلال هذه المدة الطويلة إثنان فقط قال المنصر هذا وكأنه نجح نجاحا باهرا وظل يذكره لكل من يصادفه أقول هذا في مجال المقارنة ولكن خدمات الأخ تاناكا لا يمكن أن تقارن بهذا لأن خدماته مهمة مقدسة وجهد من أجل مستقبل الوطن ليست من أجل الإنسان فحسب بل من أجل الوطن والأمة أيضا ذلك المنصر كان يتيه فخرا لإفساد رجلين من أمة أخرى من أجل إسعاد أمته هو أما السيد تاناكا فيعمل على تنشئة أمهات يقوم بتهذيب أخلاق آلاف الرجال من أمته إن لساني لا يعجز عن التعبير لقيمة هذا العمل وإنني إذ أقدم هذا المثال مني كدليلا على عجزي وأرى من واجبي أن أقدم الشكر للسيد تاناكا بإسمي وبإسم الناخبين الذين أوصلوني إلى البرلمان وجعلوني نائبا للشعب تصفيق متواصل المحام ساكوراكي إن أمة نيبون أي اليابان لا يقل مستواها في العلم والمعرفة عن مستوى أي أمة فقبل 15 أو 20 عاما كنا محتاجين للأمم الغربية ومن السابق لأوانه أن أقول بأننا لم نعد نحتاج إليهم الآن ولكنني لا أشك أبدا بأننا لن نحتاجهم بعد عشر سنوات لقد حافظنا حتى الآن على قوميتنا ووطنيتنا ولن نرى حاجة بعد الآن إلى تبديل قوميتنا وعاداتنا القديمة المألوفة أما البعض من الذين لم يصبروا على الجوع وقادتهم دناءة نفوسهم إلى أحضان المنصرين فإننا نعلن شمئزازنا منهم إن الحروف التي نستعملها الآن هي حروف صينية الأصل وإننا نستعملها منذ ألفين عام حتى صارت جزءا من تراثنا وحياتنا إن تاريخنا منذ ألفين عام مكتوبا ومحفوظا بهذه الحروف ومستقبل العلوم الحديثة ضمنناه بهذه الكتابة إن ما يحاول به البعض من ذوي العقول السقيمة من التهجم على رسم الكتابة عندنا هو تهجم على حياتنا من المؤكد أن لا يرضى أي يوضانيا بتبديل حرف من هذه الحروف إن بنات مدارسنا الآن سيصرن أمهات الأمة في المستقبل فالمهمة الأولى لهن هي حماية أبناء الأمة من تغلغل روح الأجنبي الطبيعة حددت وظيفة كل مخلوق إنسانا كان أم حيوانا ذكرا كان أم أنثى ومن المؤكد بأن أي امرأة لا يمكنها أن تتحمل مهمة الرجل ولا بمقدور الرجل أن يلتزم بمهمة المرأة ومع ذلك فإن بعض أعذاء الطبيعة والأخلاق في أوروبا يرتكبون الجريمة بحق المرأة عندما يدعونهن إلى مساواتها بالرجل تصفيق إنني ياباني ولخصائص فطرية كثيرة إذا غيرتها إرضاء للأوروبيين فلا شك بأنني أكون قد ارتكبت جريمة بحق أمتي وقوميتي تصفيق وأضيف شيئا آخر أقوله من صميم قلبي سأطلب شيئا من ضيف اليابانيين الكبير والدنا إبراهيم نحن اليابانيون جزء من الأمة الشرقية والدين الإسلامي انتشر في الشرق انتشارا واسعا وحتى الآن لم يصل إلى اليابان وإننا نتوقع أن يكون الدين الإسلامي رائدا لنا في سعينا للحفاظ على أخلاقنا الوطنية وعليه فإننا نرجو من ضيفنا المحترم أن يعطينا فكرة عن الإسلام وأرجو من زملائي هنا أن يشاركون في هذا الطلب فلعلنا نعتنق الإسلام إذا عرفنا كنها هذا الدين تصفيق أصوات كلنا نرجو ذلك ثم قام السيد تاناكا من مكانه وتقدم نحوي وقال تفضل حتى يستفيد اليابانيون من أفكارك إنني لن أتردد في اعتناق الدين الذي تعتنقه وأكرر رجائي بأن تذكر للبنات الصغيرات كل ما تتضمنه التعاليم الإسلامية من الأخلاق الحميدة إن نصائحك ستكون لهن دروسا لا يمكن نسيانها وقفت على قدمي وحاولت الاعتذار وعندما تكررت أصوات الرجاء اضطررت لأن أقول بعضا من الكلمات أيها السادة أقدم شكر الخاص على التكريم الذي أوليتمونيه أريد أن أقول لكم قبل كل شيء إنني لم آتي إلى هنا للدعوة إلى الدين ونشره فالتبشير في الدين الإسلامي يقوم بتهذيب الخلق لا بالعروض وتعالم الإسلام عبارة عن مكارم الأخلاق ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم مكارم الأخلاق ومكارم الأخلاق مطلوبة من كل إنسان فقد أدرك أصحاب العقول أهمية الأخوة والتحابب والأمان والأوصاف الجميلة والأخلاق الحميدة فاستحسنوها وأحب التربية المحمدية فاعتنقوا هذا الدين ولم ينتشر هذا الدين بعرضه على الناس وأضيف هنا بأنني أرى انسجاما كاملا بين أخلاق وتربية اليابانيين وبين الإسلام ولولا هذه الأصنام لقلت بأن اليابانيين مسلمون بالفطرة وأضيف أيضا بأن هذه الأصنام لا يمكنها أن تستمر عند أمة مفكرة مثل اليابانيين وسيأتي يوم على العقل الياباني الذي أدهش عقول العالم فيرفض أن يتخذ مثل هذه الأخشاب التي صنعها بيده معبودا أو إلها وعليه فإن الدين الذي يمكن أن يتخذه اليابانيون هو الإسلام وأمل أن يعرف اليابانيون هذه النقطة قبل غيرهم ولا أرى حاجة لأن أضيف شيئا آخر سوى أنني أتمنى مخلصا الرقي والتطور للشعب الياباني وإن تطورهم ورقيهم أمر طبيعي إن مآل الغربيين هو الغروب ومآل نيبون أي اليابان الشمس المشرقة هو الصعود والارتقاء وغادرت منصة الخطابة مشيعا بتصفيق حاد من الحضور أما السيد تاناكا فقد تحدث قائلا بعد إتمام دراستي أمضيت ثلاث سنوات في دراسة أحوال أمتي ووجدت بين أبناء أمتي أناسا يميلون إلى الأخلاق الأوروبية ولما كانت طبيعة نسائنا أكثر قابلية للفساد الخلقي فقد تأكدت من أن السياح الأوروبيين يركزون على النساء ففضلت الفقر والفاقة على الدخول في وظائف رسمية لأفرغ نفسي للحفاظ على أخلاق نسائنا الوطنية تصفيق وتكلم غيره كثيرون ولما كان الموضوع واحدا فإنني لم أرى حاجة لذكرها إلا أنني أقول في هذا الصدد بأن اليابانيين يبذلون قصار جهدهم في الحفاظ على الأخلاق الوطنية ويضيقون ذرعا من تركيز الأوروبيين على النساء في حملاتهم وقد أحسست بذلك مرات عديدة وسمعت هذه المرة منهم بالقول الصريح لذلك فإنني قررت أن أبدي رأيي بكل صراحة ووضوح عندما يتطلب الأمر الكلام في هذا الموضوع وأضيف بأنه بعد انتهاء الحفل ألح علينا بالجلوس هناك فبقنا مع عددا من الأصحاب وسهرنا مع ساكوراكي وكيل المدعي العام وغيره ومما قاله ساكوراكي وعليه طابع الجد سيدي إنني ومعي كثير من أقراني إذا تم لنا الاطلاع على حقائق الإسلام فلن نتردد في اعتناقه ولكن للأسف فإننا لا نعرف أي لغة من لغات أهل الإسلام فنضطر إلى الحصول على معلومات عن هذا الدين عن طريق أعدائه فيغلب الشك على قلوبنا وأملنا أن تجد حلا لذلك ونرجوك رجاء خاصا بأن تكون دليلنا وكن على يقين بأن أي مننا لا يعتقد بعبادة تلك الأصنام لقد مضى عهد الأصنام فهل يقبل أي عقل بأن تكون تلك الأصنام آلهة إلا أننا ومع عدم وجود مشجع نستصعب ترك القديم وإني لا أقول بأن اليابان لا تشعر بالحاجة إلى دين إلا أنني أضيف بأن هؤلاء المنصرين لا ضمائر لهم فإنك إذا قمت بنشاط فعليا فلن يتردد أبدا في اغتيالك ولهذا فكن أنت مرشدنا ونحن نعمل سننزل إلى ميدان العمل ولن يقدر أن يفعل لنا شيئا ونحن نعرف جيدا كيف نتعامل معهم لا أنا لست من الذين يخشون مثل أولئك المنصرين لقد واجهتهم في بيتروسبورغ لا إنني على يقين بأنك لن تخشاهم ولكنهم قوم سفلة إن ضميري لن يقبل بأن تكون في موضع مواجهة معهم ساساكي أؤيد الأخ ساكوراكي في هذا الرأي كما إنني أرجو أن تبقى في توكيو مدة أطول أن تقيم هنا وعلينا تأمين محل لإقامتك وتكلم غيرهما فأيدوهما في هذا الرأي واستمر الحديث على هذا النحو وكانت النتيجة أن انبعث الأمل الكبير في نفسي ولا أستطيع نشر كل ما قيل في هذا المجلس في الوقت الحاضر ولكن يمكنني أن أبشركم بأن تلك الأقوال ستكون صفحات مششقة في عالم المطبوعات عندما يحين أوانها ملاحظات على اختبارات المدارس لا أخطئ إذا قلت بأن الاختبارات المدرسية في اليابان تشكل درسا بذاته ففي أكثر الاختبارات المدرسية يوجد يوم معين هو اليوم الأخير من الامتحانات يكون درسا عاما فلا ينقسم الطلاب إلى صفوف بل يحضره الطلاب كافة الصفوف بالإضافة إلى جمع غفير من أهالي وأعيان البلاد وقد يحضره أيضا وزير المعارف شخصيا أما في امتحانات الجامعات فإن الميكادو حضرت تانسي صاما يحضرها فيثير في الطلبة إحساسا عظيما يختارون من بينهم طالبا للاختبار أو يطلبون من ذلك الطالب بيان رأيه في أمر من الأمور فيتقدم ذلك الطالب فيلقي كلمة ارتجالية في ذلك الموضوع وفي إحدى المرات حضرت امتحان طلبة السنة الأخيرة في الكلية الحربية والميكادو كان حاضرا هناك في مكانه المخصص فقام أحد الطلاب بإلقاء كلمة استغرقت نصف ساعة أعجب بها الجميع ونال من جناب الميكادو التكريم وفي ختام كلمته نهض الميكادو واقفا ودعاه ليتقدم إليه فأهداه ساعة كانت في جيبه وفي رأيي أن اليابانيين يهدفون من هذا الامتحان تشجيع الطالب أكثر من الاطلاع على معلوماته خاصة وأن تكريم مثل هذا الطالب الذي أكمل تعليمه يشجع آلاف الطلاب على أن يقتدوا به مدرسة العميان والبكم وقبل أن أختم الموضوع أود أن أنقل مشاهداتي عن مدرسة العميان والبكم كان يوم انتهاء الامتحانات وحفل توزيع الجوائز حضر الحفل أكثر من ألف شخص من المواطنين والأعيان من بينهم مستشار وزير المعارف وكان برنامج الحفل يتضمن 1- قيم أحد الطلاب بإلقاء قصيدة وطنية 2- توزيع الجوائز على الخريجين 3- كلمة مؤثرة لمدير المدرسة 4- كلمة أرسلها وزير المعارف للعميان والبكم ألقاها نيابة عنه المستشار 5- وهذه خلاصة كلمة وزير المعارف لم أتمكن من الحضور شخصيا لكثرة شغال في خدمة الدولة والأمة فأرسلت إليكم هذه الرسالة مع سعادة مستشاري إنني أحزن من أعماق قلبي على حرمانكم من بعض الحواس الخمس ولكن ما العمل فالإنسان إذا شكر الله دائما فإن الله تعالى ينعم عليه عوضا عن النقص بكثير من الكمال فلو كانت حواسكم كاملة وكنتم محرومين من العلم والعرفان فماذا ستكون حالتكم ليس من العار على الإنسان أن يكون أحد أعضائه ناقصا فالعار في أن يكون محروما من العلم والمعرفة ولا شك بأن العلم والمعرفة إلى جانب كمال الحواس شيء طيب وجميل ولكن ليس بمقدور العبد أن يفعل شيئا لا يسع العبد إلا فعل ما يقدر عليه وأن يصبر ويتحمل ما لا يقدر عليه وأن لا ييأس بسبب نقص عضوا من أعضائه بل عليكم أن تشجع بعضكم بعضا وتقول بأن الإنسان يستطيع أن يقرأ من غير عيون وأن يشرح ما يريد من غير لسان كي يعمل في حدود قدرته من أجل وطنه وأمته آسف لعدم تمكن من حضوري شخصيا يوم سروركم هذا خمسة كلمة الوزير قام أحد المدرسين بنقلها للصم وكان من الوضوح وكأنه يتكلم بلسانه وأنا كنت مثل الصم في فهم اللغة اليابانية فما لم أفهمه عندما قرأ المستشار فهمته من إشارات ذلك المدرس ستة قام أحد العميان بعزف بعض المقطوعات الموسيقية على البيانو وقبل العزف أعلن مدير المدرسة كونيشي إن هذا البيانو متميز تميز طلاب مدرستنا لقد غنمناه من الروس في بورت آرثر تصفيق حاد أنشد الطلاب بمصاحبة الآلة الموسيقية المعروفة بي جوتو أناشيد من أشعار الجنرال فوكوشيما أحد أشهر القواد اليابانيين نظمها لحظ الجنود على القتال في الحرب ضد الروس ولما لهذه الأشعار من قيمة تاريخية وشهرة لدى اليابانيين فإنني أنقل معانيها نثرا اليابان شمس أشرقت لإنارة الكون إن حاكمنا المحبوب ليس مجهول النسل والنسب غمز لحكام روسيا الذين كان أجدادهم من صياد السمك دولتنا جسما واحد يتكون من حب أمتنا أمة واحدة فلا شك بأن المواطنين المخلصين الذين شكلوا هذا الجسم سيقومون بأداء واجبهم المقدس أداء بطوليا الأوروبيون إذا احتلوا بلدا يخربون البيوت ويهينون الناس ويعتدون على أعراض النساء ويقتلون بالسلاح طفلا رضيعا يبكي من الجوع فلا صاحب الضمير يقبل مثل هذا ولا الله يرضى إننا لا نعاذي الأشخاص ونضحي بأرواحنا من أجل مصلحة الوطن والأمة سيرفرف علم اليابان في سماء أوروبا قريبا هدفنا في الحرب السلام والأمن وبذلك انتهى الحفل وبينما كنت أستعد للعودة وإذا بماساكي مدير مدرسة الهندسة الملكية وجها لوجه فرجان أن نذهب سوية ونزور مدرسته وأتحدث لهم بعض الوقت فوافقت توجهنا برريكشا إلى مدرسة الهندسة الملكية داخل حديقة وينو فاستقبلنا الطلاب بأنشودة وطنية وبعد جولة في قسم الفنون الجميلة تناولنا الطعام وكان هناك عدد من الحضور كان من بينهم السيد ناكامورا رئيس الهيئة الاختيارية لمدينة ناغانو سألت السيد ناكامورا هل ولاياتكم كبيرة وما عدد أقضيتها وقراها وما عدد المدارس عندكم وهل الذين يعرفون القراءة والكتابة فيكم كثيرون فأجاب ناكامورا مبتسما ولاياتنا تعتبر من الولايات الصغيرة من بين الولايات الثلاثة والأربعين في اليابان وتتبعها ست أقضية ولكل قضاء أربع وعشرون قرية ولا توجد قرية ليس فيها مدرسة إن مجموعة عدد المدارس الابتدائية ثلاثمائة واثنان وثلاثون وثمان مدارس إعدادية للذكور وأربع للإناث وداران للمعلمين ومدرسة زراعية وأخرى حريرية ولن تجد أحدا دون سن الخمسين لا يعرف القراءة والكتابة أما ما فوق الخمسين فقد تجد من بينهم من لا يعرف القراءة والكتابة وهل هذه المدارس حكومية؟ إنها ملك الأمة الأمة هي التي تصرف عليها وتسيرها يشرف عليها مفتش المعارف وترسل المعارف المعلمين عند الضرورة ولكنها لا تتدخل في مصارفها وشؤونها الإدارية وما هي أصول الضرائب في اليابان؟ الحكومة تأخذ ضريبة 5% من واردات كل فرد بالإضافة إلى ضريبة معينة لمصلحة المواطنين هذه الضريبة لا تتبع الحكومة ولا تتدخل لجبايتها فمصاريف المدارس والطرق والجسور والأطباء والمستشفيات وغيرها من مصالح الأمة تدفع من هذه الضريبة ولا تتدخل الحكومة في شأن هذه الأموال وكل فرد من المواطنين يدفع عشر ينات تقريبا أي حوالي 120 قرشا والحالة المعيشية للناس الوضع الحالي لا يستوجب الشكوى عدد فقرائنا كثير في الظاهر ولكن لا تجد إنسانا عاطلا عن العمل ومع ذلك فإننا نخشى أن يعم الفقر لأن الإدمان على المسكيرات قد بدأ في الانتشار والمسكيرات تؤدي بالأمة إلى الفقر والمذلة أحقا هل هناك من يدمن على المسكيرات؟ إنني هنا منذ عدة شهور ولم أرى سكيرا لا لا تجد سكيرين إن اليابانيين لم يصلوا إلى درجة الروس بعد ومع ذلك فإن المسكيرات بدأت تنتشر وهنا سألني ماساكي مدير المدرسة أرجو أن تحدثنا عن أحوال تتاري روسيا وهل لهم أمل في المستقبل؟ أرجو أن تبشرنا بذلك إن أنوار المعرفة وريحة تطور هبت نحو الشرق ونحن من ورائكم علينا أن نعمل وأن ننشئ العلاقات فيما بيننا ونتصاهر أرسل إلينا شبابكم لنزوجهم بناتنا قالها مبتسما وتبادلنا النكات وأمضينا وقتا طيبا وحان وقت المساء فاستأثنت للعودة قال السيد ناكامورا لقد رأيت صورتك في صحفنا كثيرا كما أنني رأيت كتابة بخط يدك في جريدة أساهي فأعجبت بك كثيرا فأرجو إن كان ممكنا أن تكتب لي شيئا في دفتر مفكرتي ومد إلي دفتره ولما تناولت الدفتر بيدي تذكرت هذا الحديث النبوي الشريف فكتبته المسلم من سرم الناس من لسانه ويده ثم سألوني عن مفهوم هذا الحديث فشرحته لهم فأسرع مدير المدرسة قائلا سآتي بورقة وأرجوك أن تكتبه بحرف كبير كي أعلقه على جدار المدرسة ذهب وجاء بورقة جيدة أما أنا فلا أملك شيئا اسمه حسن الخط ولو حاولت أن أكتب بالفرشات التي يكتب بها اليابانيون لما كان يشبه الخط فطلبت قطعة من قصب فبريتها قلما وكتبت به وكانت فرحة اليابانيين كبيرة وكأنها الدنيا وما فيها وقاموهم بكتابة مفهوم الحديث بالخط الياباني وعلقوا اللوحة على الجدار خلال وجود بينهم وكانوا يبتعدون عنها ويحدقون النظر إليها اللوحات في بيوت اليابانيين بالرغم من عدم علاقة اللوحات بامتحانات المدارس فإني تذكرتها فأضيفها هنا إن الزينة الوحيدة التي ترىها في بيوت اليابانيين هي اللوحات إنها معلقة طوليا من الأعلى إلى الأسفل ومن بين هذه اللوحات ما هو ذو قيمة كبيرة فقيمة بعضها قد تصل إلى 400 أو 500 وقيمة اللوحات تقدر بجمال خطها قالوا إن هذه اللوحات تحتوي على أقوال لمشاهير الرجال وعندهم أن خير الكلام ما قل ودل ومن المعتاد أن يكتب كبار الرجال إلى أصدقائهم اللوحات ويهدونها إليهم وقد رأيت لوحات بخط يدي الميكادو ورأيت في بعض البيوت لوحات كتبها الأمير إيتو أما أنا فتركت لوحة هدية لمدرسة الهندسة الملكية ثم استأذنت بالانصراف وعدت إلى المنزل وكان الوقت متأخرا والجو ماطرا والطيل في شوارع توكيو أعاذن الله منه إذ لا تسلم منه الملابس ولا النعال وخاصة في شهري أبريل ومايو فإن المطر لا ينقطع ليل نهار ويتحول الوضع في الأزقة والشوارع إلى حالة لو كان فيها غير اليابانيين لأصبح المرور فيها مستحيلا حضرت هنا كثيرا من حفلات التخرج ووجدت في كل حفلة مزية خاصة لا أرى حاجة لتعدادها ومع ذلك فإني أريد أن أقول بأن طلاب المدارس اليابانيين لا يتعرضون لضغوط في أيام الامتحانات إلا أنهم يجدون التشجيع على الاجتهاد أيام الدراسة فإذا وجدوا تراخيا لدى أي طالب فإن مدرسه يتعرض للمساءلة لفشله في حث الطالب على الجد والاجتهاد فإذا تفوق طالب في درس جغرافيا ولم يكن في الحساب على نفس المستوى فإنهم يعتبرون معلم الحساب مسؤولا عن هذا التقصير أما إذا كان مستوى الطالب دون مستوى أقرانه عندئذ يكون الطالب مسؤولا عن تقصيره وأنا أؤيد هذه الطريقة فإذا لم يكن المدرس مسؤولا ولم يهتم بالطالب أيام الدراسة فلا يبقى هناك معنى في أن يجعل بعض الطلاب يغردون كالبلابل يوم الامتحان وما حفظ من أجل الامتحان لا تزيد منافعه وثماره عن ذلك اليوم لذلك فإنه من الأفضل والأنسب الاهتمام بالطالب أيام الدراسة حضرت امتحان العلوم الدينية في مدرسة إعدادية من مدارس إسطنبول ووجدت أن القليل من الطلاب يعرفون أركان الإسلام حق المعرفة ولا يكفي مع مثل هؤلاء الطلاب الرسوب بل ينبغي تنزيلهم إلى صف أدنى من الصف الذي هم فيه وإذا كان الطالب هنا مقصرا فالتقصير الأساسي هو من الشيخ الذي هو المعلم وتحميل جريمة شيخ لخمسين من الطلاب أمر لا ترضاه الإنسانية ولذلك فإن المختبرين مضطرون لأن يغضوا الطرف ويلزموا جانب السكوت أحوال غريبة توجد عند اليابانيين كثير من الأحوال الغريبة منها أنني كنت ألاحظ دائما على باب كل منزل من منازل توكيو علبة مربعة وبعض الأبواب تجد عندها ثلاثة أو أربعة من هذه العلب وكنت أنظر إليها فأرى بعضها مفتوحة وفي داخلها شيء وذات يوم كنت عائدا إلى المنزل قرب الصباح فوجدت أمامي رجلا يجر عربة وأخرج من داخل العلبة قارورة وضعها في العلبة أمام الباب وأخذ من العلبة قارورة فارغة ومضى اقتربت منه وسألته عن محتوى القارورة قال إنه الحليب فالعلبة هي علبة الحليب والحلاب يمر ليلا فيضع الحليب في العلبة ويمضي دون أن يزعج النائمين وصاحب المنزل يخرج القوارير الفارغة مساء ويضعها في العلبة هكذا يعمل الحلاب في اليابان لنذع بلادنا جانبا فلو فرضنا وجود مئات الآلاف من القوارير على الأبواب في علب مفتوحة في باريس وبرلين وهما مراكز للحضارة الأوروبية أترى تبقى بمنأ من عبث القطط الإيرانية وهل يجدون زبائن يشترون الحليب بقدر ما عندهم من قطط؟ بقي أن نقول بأن إعداد الحليب أمر يمتاز به اليابانيون فالمعروف بأن اليابان لا تربي الحيوانات ومن الطبيعي أن يكون سعر الحليب والثمن مرتفعا ولكن الأمر على العكس من هذا فالحليب ومشتقاته رخيصة الثمن والسبب هو أن كافة الاحتياجات الضرورية تنتج من قبل الشركات الأهلية أعياد القرى اليابانية وكما أن التتار تعود منذ القديم أن يحتفل في أيام الصيف بأعياد صابان طوي فإن اليابانيين لهم مثل هذه الأعياد في أيام الربيع وكل قرية تحتفل في يوم مخصص وأظن أن مثل هذه الأعياد موجودة منذ القدم في كل أمة فهي أعياد من جهة وسوق للبيع والشراء من جهة أخرى فكانت للعربي قبل الإسلام سوق كذا وسوق كذا وفي الفترة الأخيرة صاروا يحتفلون بمولد فلان أو فلان ففي مناطق مصر تكثر مثل هذه الموالد في أيام السنة وتكون على شكل أسواق فيقضي الناس وأوقاتهم بالتزاور والبيع والشراء وكذلك اليابانيون فإنهم يقيمون مثل هذه الاحتفالات في أيام الربيع ويسمونها بي أي عيد القرية وفي هذه المرة دعيت إلى عيد قرية كيتا يانا التي تبعد عن توكيو مسافة 70 كيلومترا وهذه القرية من أشهر القرى اليابانية وكانت في فترة من الفترات مقر حكومة الأمير توكو غاوا سليل أشهر الأسر المالكة في اليابان والبيت الذي ولد فيه توكو غاوا سليل الأسرة التي حكمت هذه المنطقة قبل 350 عاما لا زال قائما ضمن كنيسة ويعتبر مكانا مقدسا قبل 50 عاما كان توكو غاوا حاكما مستقلا وعندما تنازل عن إمارته وعن قصره في توكيو التي كانت هي للميكادو الحالي الشهير واعتزل الناس وأوقف كل أملاكه في هذه القرية لوزارة المعارف وفيها الآن مدرسة إعدادية يدرس فيها أكثر من 800 طالب ومدرسة ابتدائية يدرس فيها أكثر من ألف طالب وهذا الأمير يذكرنا بإبراهيم بن أدهم الذي ترك الإمارة واختار الدروشة وتوكو غاوا الآن حي يرزق تنازل بالإضافة إلى الحكم عن كل ما يملك لمصلحة الوطن والأمة ورضي أن يعيش في منزل صغير في أطراف توكيو كأي مواطن ياباني وولده الكبير يشغل منصب رئيس مجلس الأعيان حاليا نعود إلى موضوعنا فالسيد ناكامورا أحد الرجال الروحيين في هذه القرية دعاني يوما لحضور احتفال في قريته فأعربت عن تلبية للدعوة بكل سرور وفي مساء ذات يوم تلقيت رسالة من صديقي ناكاياما يقول فيها سنلتقي في صباح الغد في محطة القطار ونغادر من هناك إلى قرية كيتيانا فأجبته برقيا بأنني سأكون في المحطة في الساعة الثامنة وفي اليوم التالي قمت مبكرا فركبت الحافلة الكهربائية وتوجهت إلى محطة القطار فوجدت جمعا عظيما يحملون الأعلام أمام المحطة واستقبلني أعضاء جمعية توهو شيغي الذين تجمعوا تحت الراية الأولى ثم قامت جمعية توهو دو بونكاي بأداء مراسم التحية وكان في الجمعيتين كثير من أصدقائي ومعارفي وهم مدعوون أيضا لعيد تلك القرية دخلنا المحطة وصعدنا عربات القطار وأخذ كل واحد منا مكانه وتحرك القطار وبدأ مئات الناس في المحطة يهتفون بانزاي وكان القطار مزينا بنوعين من الأعلام وبعد تحرك القطار بقليل قام البروفيسور ناكامورا فقدمني إلى اليابانيين قائلا أيها الأصدقاء والدنا عبد الرشيد إبراهيم من كبار الأقوام التتارية التي ينتسب إليها بطلاء العالم المشهوران جينكيز وتيمور لانك حيث نراه لأول مرة في بلادنا إنه صاحب امتياز ورئيس تحرير جريدتي ألفت وتلميذ ومن أحرار روسيا لقد تفضل بإدخال السرور على كل اليابانيين باشتراكه بعيدنا القومي هذه المرة فوقف كل من في العربة وصفقوا هاتفين بانزاي ثم اقترب مني صديقي ناكاياما وقال سأعرفك على ركاب العربة الأخرى إنها عادة اليابانيين قلت تفضل ودخلنا العربة المجاورة فقام كل من في العربة احتراما وهتفوا بانزاي فقدمني ناكاياما إليهم وكرروا الهتافة محيين وواقفين وقدمني إلى ركاب العربة الثالثة على هذا النحو ثم عودنا إلى عربتنا وبعد حديث قصير مع الأحباب نصبت الموائد فأكلنا الطعام والحلويات وشربنا الشاي وألقيت الكلمات إلى أن وصلنا إلى قرية كيتيانا في تمام الساعة الحادية عشر كان المستقبلون من الكثرة بحيث لا يمكن عدهم أو حصرهم ونزلنا من العربة على أنغام الأنشيد الوطنية التي عزفتها الفرقة الروحانية وعلى الباب رأيت ناكامورا ينتظر نزولي ورأيت القرية وقد زينت بالأعلام من أقصاها إلى أقصاها توجهنا فورا إلى المضافة التي أوقفها التوكوغاوة وأخذنا أماكننا وألقى السيد ناكامورا خطابا مطولا قوبل بالاستحسان والتصفيق ثم قام ياسوغورو وهو من مشاهير خطباء توكيو بإلقاء كلمة مطولة تحدث فيها عن ضرورة محافظة اليابانيين على مستقبلهم ضد كيد المنصرين الملاعين وأبدى رأيه في موضوع اتحاد المشرق كما أصر علي بإلقاء كلمة في هذا الاجتماع فقمت وقلت إنني أنظر إلى اليابانيين نظرتي إلى الشمس المشرقة وأرجو من الله العلي القدير أن يجعل عالم الشرق يستفيد بنور هذه الشمس اليابانيون شجرة مثمرة أزهرت حديثا وإن كل أهل الشرق والمسلمون منهم بصفة خاصة ينتظرون أن يأكلوا من ثمارها إلا أن الثمار قبل أن تينع تتعرض لكثير من الآفات فعلى الرجال الروحانيين الذين هم بمثابة فلاحي الأمة أن يبذلوا قصار جهدهم للحفاظ عليها من العوارض المهلكة فإن لم يقدر رجال الأمة على الاحتفاظ بهذه الثمرة فإنهم سيتعرضون للمساءلة أمام عالم الشرق بأجمعه لأن حياة اليابانيين هي حياة عموم أهل الشرق فإذا تغافلوا وعرضوا الأمة لعيلة للفرنجة ساءت سمعة كل اليابانيين في الشرق تصفيق أما إن استطاع اليابانيون حماية أنفسهم ضد عيلة للفرنجة ساعدوا وساعدت بسعادتهم كل أمم الشرق أتمنى وأرجو من صميم قلبي أن تحافظ الأمة اليابانية على أخلاقها الوطنية وهي في طريق تطورها وأن تكون نموذجا تحتذي بها كل أمم الأرض وأنهيت كلامي وسط تصفيق حاد وطلب المزيد وبقينا حتى الساعة السابعة مساء نستمع إلى عسف المقطوعات الموسيقية الوطنية وأقيمت حلبات المصارعة والسباق بين الشباب فأمضينا وقتا طيبا أخوة متحابين وفي المساء تجولنا في الأسواق إنه عالم الشرق أينما نظرت فطريقة عرض الطعام في الشوارع أذكرتني بأسواق بخارة وقاهرة مصر وبعد طعام العشاء مباشرة حضر القطار فودعنا وعدنا لم يسألنا أحد عن تذاكر القطار في الذهاب والعودة وفي الساعة الثامنة عدنا إلى توكيو وقرب المحطة ألقيت بعض الكلمات وعاد كل واحدا إلى منزله لاحظت في هذه الرحلة أن كل الناس مدعوون ولم أكن أجد أحدا يلبس لباسا فخما أو متميزا إنها ملابس نظيفة لكنها عادية دون تكلف لقد كتبت في هذا الخصوص مرات ومرات وسأكتب ذلك في كل مناسبة الماريشال أوياما ماذا يعمل الآن الماريشال أوياما وهو من أمراء الجند اليابانيين ومن أشهر القواد المعروفين في العالم ذكرت مرات كثيرة بأن اليابانيين يهتمون اهتماما بالغا بالأخلاق الوطنية والآن أقدم بعض المعلومات عن أحدهم ولعله من أوائل الذين وهبوا أنفسهم للمحافظة على تلك الأخلاق الوطنية وأقصد به الماريشال أوياما في الحرب الروسية اليابانية عرفت الدنيا كلها من هو الماريشال أوياما وما هي طبائعه أما الآن فأقدم بعض المعلومات عن عمل هذا الرجل في الوقت الحاضر الماريشال أوياما في الوقت الحاضر هو مدير إحدى المدارس إنه مدير مدرسة ليلية وبملاحظة بسيطة يمكن فهم سبب التزام هذا الرجل بهذا العمل تطوعا إلا أنني قبل ذلك أريد إعطاء بعض التفاصيل ومزيدا من الإضاح عن هذا المشير العظيم الذي اختار أن يكون ناظرا للأطفال بل اختار القيام بالتربية المباشرة للناشئة ليخرج للأمة والوطن أبناء مخلصين صادقين إنه يمضي الأيام الستة من الأسبوع بلاياليها في المدرسة الغني هنا إلى جانب الفقير لا فرق بينهم في المأكل ولا في الملبس وكذلك في غرف النوم والماريشال يلبس مثلهم أيضا يغادر المدرسة إلى منزله مرة واحدة في الأسبوع ويعود بالحافلة الكهربائية برفقة الطلاب يمضي يوما واحدا من أيام الأسبوع بين أهله ويمضي بقية أيامه في المدرسة بين طلابه ذهبت إلى المدرسة مرتين بهدف لقائه ومرة صادفته في الحافلة فكرمني وذهبت مرة إلى المدرسة فوجدته يمارس الرياضة مع الطلاب سألت هذا الرجل العظيم والقائد العسكري الكبير عن سبب اختياره منصب مدير مدرسة سكت قليلا ثم قال مبتسما إنه الطمع ولكنني أريد أن أخرج في عدة سنوات 1800 قياما انظر إلى هذا المنصب الذي اختاره الماريشال المشار إليه بالبنان ألا يستدعي العجبة والحيرة؟ وأنا أشاركه في رأيه فأقول إنه الطمع ليس إلا ليتنا وجدنا طماعين مثله في بلادنا ولكن هيهات لنفترض أن فينا مشيرين عظام مثل أوياما ولكن هل يقبلون بمثل هذه المهمة في سبيل الوطن والأمة؟ العظمة ليست أمرا سهلا عندنا كثيرون من شيوخ الإسلام وقضات العسكر وغيرهم تركوا مناصبهم بعد أن أحيلوا إلى التقاعد وهم ينالون رواتب مجزية إلا أنهم اختاروا أن يكونوا حراسا للقبور يقصد أنهم سيبقون على ما هم عليه إلى أن يدفنوا في قبورهم فإذا ضجروا اجتمعوا بأقرانهم المحالين على التقاعد وقتلوا أوقاتهم بالنرد وغيره يودعون رواتبهم في بنوك الأجانب فلهم يستفيدون ولا الأمة تستفيد وأخيرا يأتي يوم يرحلون فيه من هذه الدنيا كليا وستنتظر الأمة طويلا إذا ظنت بأنها ستستفيد من مثل هؤلاء ليتنا وجدنا واحدا يقول إننا ننال راتبنا من أموال الأمة فلا أقل من أن نقوم بالتدريس لوجه الله ولكن هيهات في حين لا تفتأ ألسنتنا تتحدث عن الجنة وعن التوجه إليها أما خدمة الأمة فلا حديث عنها بالإضافة إلى أننا لا نجد أحد يسارع في عبادة الله وطاعته وحيثما صادفت هذا المارشال العظيم وجدته دائما في زيه العادي إذا قيل التواضع لقلت إن التواضع يجتمع في هذا الرجل الأميرال توغو ولا أجد أيضا حاجة للتعريف بهذا الرجل لكنني سأكتفي بذكر بعض المعلومات عنه يقيم هذا الرجل في منزل صغير على شارع ضيق اسمه توغو ساكا بمدينة توكيو وباب المنزل من الخشب العادي البسيط الملون باللون الأسود وبعد الدخول من الباب تجد فسحة صغيرة وإلى اليمين منها مجسم لصومعة صغيرة هذا هو منزل توغو ولا شيء من المنزل من جنس المفروشات إلا من حصيرة واحدة مثل كل البيوت اليابانية العادية ولإعطاء فكرة عن حجم منزل توغو أنقل لكم حادثة وقعت عندما كنت هناك أنقلها على الوجه التي نشرتها صحف توكيو لم يكن قد مضى على وصولي إلى توكيو كثير ومع ذلك فقد كنت أطلع على الصحف اليومية بواسطة الترجمان وذات يوم كتبت الصحف بأن خمسين سائحا أمريكيا جاءوا لزيارة السيد توغو وبعد أن دخلوا الفسحة التي هي أمام البيت قدموا أنفسهم للسيد توغو بواسطة الترجمان وبعد أن أعرب هذا الأميرال العظيم عن سروره الشديد لاستقبالهم اعتذر لهم عن طريق الترجمان أيضا عن عدم تمكنه من استقبال أكثر من ستة أشخاص دفعة واحدة لضيق منزله لذلك فإنه سيخرج إلى الفسحة أمام الباب فأجاب السياح لا فنحن نريد أن نرى الأميرال في منزله فإذا سمح فإننا سندخل على دفعات كل دفعة ستة أشخاص وبذلك يمكننا زيارته في منزله ودخل الزوار ستة بعد ستة بفاصلة خمس دقائق لكل دفعة كتبت الصحف هذا الخبر بالتفصيل وقام بعضها بانتقاد تلك الطريقة وبعضها أسفت لما حدث وبعضها صفقت له وانتهى الأمر على هذا النحو وأقفلت الصحف هذا الموضوع وبعد شهرين وجدت مقالة تتعلق بتوغو تأثر ضباط البحرية من الطريقة التي استقبل بها السيد توغو السياح الأمريكان فقاموا بحملة تبرعات فيما بينهم جمعوا فيها مبلغا من المال كي يشتروا بيتا يتناسبوا وشهرة السيد توغو واختاروا ضابطين لمقابلة هذا الرجل استقبل السيد توغو هذين الضابطين وقال لهما لم أكن أعرف بأن ضباطنا أغنياء إلى هذا الحد لقد سرجت كثيرا لكنني أنضيت عمري في هذا البيت وخلال خمسين سنة من عمري وقعت في الحرج مرة واحدة بمثل ذلك الاستقبال ومن غير المحتمل أن أعيش خمسين سنة أخرى ولن أتعرض لمثل ذلك الإحراج بعد الآن ومع ذلك فإنني أقدر لكم عزائمكم ولا أريد أن يذهب ما جمعتمه سدا فإن مدارسنا البحرية تحتاج لأشياء كثيرة سأكون ممتنا إذا تبرعتم بهذا المال لتلك المدارس إليكم أولئك الضباط وإليكم هذا الأميرال العظيم إنهم نموذج لأصحاب البصائر يكفي هذا للتعريف بأخلاق اليابانيين معبد كونفيشيوس ومدرسة هاكو بوتسو كان متحف في يوم من الأيام أرسل السيد هيجي كاتا وزير البلاط دعوة أن أزوره في اليوم الفلاني وأنه سيرسل العربة كي تقلني إلى مكان اللقاء وفي اليوم المذكور حضرت العربة فركبتها وتحركنا في اتجاه لا نعلمه وإذا بها تقف على باب معبد نزلت من العربة وكان مات سورة قد سبقني إلى هناك صادفته على الدرج سلمت عليه وصافحته ودخلنا معا من باب المعبد وجدنا داخل المعبد جمعا عظيما من الناس والموسيقى الدينية تعزف بعض الألحان وقفنا في الفسحة أمام الباب وبعد قليل جاءني هيجي كاتا وزير البلاط والبروفيسور الشهير ميشيما ومدير الجامعة وبعد حديث قصير قالوا بأننا سنتوجه إلى المدرسة هاكو بوتسوكانا وأن كلمات ستلقى هناك ورجوني أن أعد نفسي لإلقاء كلمة قلت طيب ولكن أريد أن أعرف ما هو هذا المكان ولماذا أتينا إليه إنه معبد كونفيشيوس وتجري التقوص الدينية الخاصة بمناسبة يوم المذهب الكونفوشي وإذا أردت مشاهدة ما يجري داخل المعبد فلك ذلك أكون مسرورا وبعد ذلك تجولنا داخل المعبد مدة عشرين دقيقة رأيت فيه خمسة أصنام مجسمة أحدها لكونفيشيوس والأربع الآخرون لحواريه وهناك كتب تضم تعريم كونفيشيوس ويظن البروفيسور ميشيما بأن هذه الكتب يحتمل أن تكون من الكتب السماوية وتحتوي فصول هذه الكتب على معلومات عن الإلهيات وأخبار الغيب وعلم التاريخ وعلم الحساب وعلم الجغرافية وعن كروية الأرض وإلى جانب الكتب كرة أرضية قديمة جدا مصنوعة من الشبه أو الشبه خليط النحاسي والقصدير إنه من الآثار القديمة حقا وبعد مشاهدتها توجهنا إلى مدرسة هاكو بوتسوكان ووجدنا فيها أيضا جمعا كبيرا من المدعوين كانت أحاديثا شيقة إنني في مجتمع لم أره قبلا كلهم من علماء الأمة وأكابر القوم وبعد أن أخذ كل مدعو مكانه تكلم البروفيسور الرياضي ميشيما عن أثر المذهب الكونفوشي في مكارم الأخلاق وذكر بأن هذه الأمة اليابانية الصغيرة بفضل أخلاقها تمكنت من التغلب على أمة عظيمة مثل الأمة الروسية وبفضل أخلاقها أيضا حققت هذا التقدم والرقي السريع البروفيسور ميشيما في البداية نقدم بعض المعلومات عن شخصية هذا الرجل إنه من أكبر المفكرين اليابانيين عجوز أتم الرابعة والثمانين من عمره وهو الرجل الذي رحل إلى أوروبا لإكمال تحصيله العلمي ولما عاد إلى بلاده صار يتنقل من قرية إلى قرية معلما لمدة ثلاثين عاما إنه وزوجته يسعيان إلى كسب رزقهما بأنفسهما بالإضافة إلى أنهما يشتغلان بالتدريس مجانا فحازا تقدير الأمة ومن تلك الفترة خصص له راتب ودخل في صنف الموظفين واليوم يعتبر من أكثر الناس احتراما بين اليابانيين ومع أنه قد بلغ الرابعة والثمانين من العمر فإنه لا يريد أن يقضي وقته دون فائدة فتكلم بصورة مختصرة عن المذهب الكونفوشي واقترانه بالمعنويات الكبيرة وأن الشدة والصلابة والثبات في اليابانيين منبعهما هذا المذهب وسرد معلومات وبراهين كثيرة في هذا الشأن ثم طلبوا مني أن أتكلم فقمت وقلت إن أثر الدين في الأخلاق أمر لا غبار عليه ليس لأحد أن ينكر بأن الدين هو المرب الحقيقي للأمم وإذا أخذنا الأخلاق الوطنية لليابانيين بعين الاعتبار ولاحظناها فقد نرى أن هناك احتمالا كبيرا بأن أصل المذهب البوذي هو دين سماوي طرأ عليه التحريف على مر الزمن إن النصرانية تأسست مجددا بعد عيسى عليه السلام بثلاثمائة عام إن تاريخهم يثبت ذلك ولا يمكن التفريق بين التعاليم الأصلية لدينهم وبين الأمور الأخرى بالإضافة إلى أنه لا ينكر بأن التحريف طرأ عليه بمرور الزمن وبقي ديننا الإسلامي على ما هو عليه لم يحرف ولم يتبدل لأن هذا الدين مؤيد بالقرآن الكريم فلم يجد التحريف إليه منفذا فقد كان محفوظا في صدور مئات الرجال في العهد النبوي وكثر حفاظه كلما امتدى الزمن فحافظ آلاف الناس على القرآن في صدورهم وليس في أوراقهم فحسب واليوم نجد الملايين من حفاظ القرآن إن أبناء العجم لا يفهمون كلمة واحدة منه لكنهم يحفظون هذا الكتاب المكون من ثلاثين جزءا ولا يملون من تكراره طول العمر ولهذا فإن أساس الدين الإسلامي لم يحرف وبقي كما كان قبل 1300 عام لم تتبدل منه كلمة واحدة حافظ عليه المسلمون في كتاباتهم وفي صدورهم كما نزل واليوم يعيش على وجه الكرة الأرضية أكثر من 400 مليون مسلم رباهم هذا القرآن على الأخوة مذخلقوا وإذا نظرنا إلى القرآن بعين الإنصاف والمقارنة لوجدناه يضيء القلوب الإنسانية كالشمس ولمعرفة ذلك لا يحتاج الأمر إلا لشيء من الإنصاف أنا لا أريد أن أعرف نفسي للحضور بأنني معلم دين ولكن كان الحديث عن الدين فأحسست بضرورة تعريفكم بهذه الحقيقة ولما أنهيت كلامي وتركت منبر الخطابة سمعت نداءات عاش الإسلام ثم تكلم ناكاتا وزير المالية عن أثر الدين في الأخلاق وصلة الأخلاق الحميدة بالحياة وعن ضرورة الحفاظ على القومية والوطنية واستمر حديثه ساعة كاملة أوشيدا سان هو شاب وهب نفسه وماله من أجل ضم كوريا إلى اليابان ويمكننا أن نعرفه باختصار أكثر فنقول بأنه داعية وخادم لأفكار الأمير إيتو أقام أوشيدا في كوريا مدة ثلاث سنوات وتجول في مدنها وقراها طولا وعرضا فألب بلسانه وقلمه الكوريين ضد حكومتهم وحثهم على الانضمام إلى اليابان حرصا على مصلحة بلادهم وحاول إقناع الكوريين بأن لهم مستقبلا كبيرا وأن هذا المستقبل يتطلب تعاونهم مع اليابانيين واستمرارا لهذه المساعي استطاع توطين أكثر من نصف مليون ياباني في كوريا قبل الحرب الروسية واحتل بهم أهم المناصب الحساسة ولا يزال يبذل جهده من أجل تحقيق هذا الهدف وقد أعدى خريطة للولايات الكورية التي تبنت فكرته وإذا نظرنا إلى هذه الخريطة نرى أن ثلثي كوريا قبلت الانضمام إلى اليابان وأوشيدا سان لم يكن مكلفا رسميا للقيام بهذه المهمة بل اختارها بتشجيع من الأمير إيتو وقام بتضحيات من أجل وطنه وقد نجح بقدر الجهود التي بذلها هذا الرجل نجح في بلد غير بلده وبلغة غير لغته تختلف حكومة وشعبا عن حكوماته وشعبه في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات واليوم انضمت كوريا إلى اليابان بصفة رسمية وقد رأى أوشيدا سان ثمرة جهوده وهو على قيد الحياة ترغت واك هناك كثيرون من الإقطاعيين الذين يعرفون بواك على وزن ومعنى خان وفي كل بلاد منغوليا وتركستان الصينية كثير من الواكات ومن بينهم ستة من المسلمين هؤلاء الواكات يحكمون قبائلهم حكما ذاتيا ويصرفون مواردهم على احتياجاتهم أي أنهم يحققون اكتفاء ذاتيا ومن الواكات المجوس ترغوت واك حاكم القالمق بناحية إيلا ويعرف عند التتار بترغوت وعند المغول بترحات وخلال وجودي في اليابان كان بالطا تورا ابن ترغوت واك هذا قد أتم دراسته في الأكاديمية الحربية في توكيو وبدأ يستعد للعودة إلى بلاده وقد التقيت بهذا الرجل بواسطة صديقي ساساكي عضوي جمعية شوغي إن وتعرفت عليه إنه شاب وسيم ونشيط ولما كان على وشك العودة إلى بلاده واحتفاء بتخرجه وحرصا على المصالح السياسية لليابان فقد تقررت إقامة حفلة وداع لبالطا تورا وفي ساعة مبكرة من صباح أحد الأيام وصلتني برقية لم أعرف مرسلها تقول أرجو حضورك في حفل الاستقبال على شرف بالطا تورا في الساعة السابعة من مساء اليوم وسأمر عليك للذهاب معا والمطلوب أن تكون مستعدا منذ الساعة السادسة والنصف وفي الساعة السادسة كنت مستعدا ومنتظرا وفي الوقت الموعود جاءني البروفيسور تاناكا وبعد احتساء الشاي تحركت الريكشات وتوقفنا أمام مضافة قرب شينباشي في وسط مدينة توكيو كنت أرى الريكشات تتوافد من كل جانب فاستقبلنا على الباب صديقنا ساساكي عضو مجلس النواب ومعه إثنان لا أعرفهما ورحبوا بنا ولما دخلنا المضافة وجدنا كثير من الشخصيات الذين لم نراهم من قبل وفي الساعة السابعة وعشر دقائق وصل تورغوت بالتاتورا فاستقبل بالحفاوة والتكريم وأجلسوه في صدر المجلس كما أجلسوني إلى جانبه الأيمن لكن بالتاتورا قام من مكانه وقال بكل رقة لا أستطيع الجلوس هنا بحضور رجل في مقام والدي ومهما كان الأمر مخالفا للأصول فإني أرجو أن تجلس في هذا المكان مشيرا إلى صدر المجلس وحاولت الرفض كثيرا لكن الإصرار من كل جانب جعلني أقبل لأن أهل الشرق والمسلمين بصورة خاصة يحترمون من هو أكبر سنا فتحولت إلى صدر المجلس وقام البروفيسور توميتجو وقال واليابانيون يقولون لتورغوت تورخانو أن مرتبة أخينا تورخانو كبيرة وهذا الاستقبال أقيم على شرفه ولو أخذنا عادات الأوروبيين أساسا لكان من غير الجائز أن يؤثر الأستاذ إبراهيم على نفسه في المكان لكننا نعيش في عالم الشرق وإن من عادات أهل الشرق احترام من هو أكبر سنا ولذلك فإن ما قام به أخونا تورخانو هو اتباع العادات والأصول الشرقية فنشكره على ذلك كما نرجو من الأستاذ المحترم أن يتفضل بإدارة الحفل وصرنا نسمع من كل جانب أصوات دوزو وتعني تفضل ثم افتتح الحفل ووضعت الموائد والأطعمة كلها حسب الطريقة اليابانية كان احتفالا رائعا وقد تكلم الكثيرون في هذا الحفل ولا يمكنني أن أضبط كل ما قيل إلا أن الصحفيين لم يتركوا شاردة ولا واردة إلا وسجلوها كان هناك صحفي اسمه إيتو يملك مجلة ضبط كل ما قيل في الحفل وأنا بدوري قمت بترجمة ما نقله إلى مجلته وأنقل بعضها للقراء الكرام بناء على طلب بعض الحضور تكلم البروفيسور توميزو عن مستقبل العثمانيين فقال أيها السادة أنا لم أرى تركيا وليس لي أي اتصال بأي تركي لذلك فإن المعلومات التي أدل بها عن الحكومة العثمانية سطحية جدا لأنني سأنقل ما قرأته في المطبوعات الأجنبية في رأيي إن الأتراك أمة قوية وذات شكيمة متينة وهم لم يأمنوا في أي وقت من الأوقات دسائس ومؤامرات الأوروبيين ولن يأمنوهم مستقبلا لأن الأوروبيين يخشون العثمانيين كثيرا ولو لم يخشوهم لما أضمروا لهم كل هذه العذاوات ولم يدبروا كل هذه المؤامرات إن الأوروبيين يعادون الأتراك لأنهم يخشونهم أما الأتراك فلا يخشون الأوروبيين ولا يأبهون بهم وهذا يعني بأنهم يملكون قوة معنوية يخيفون بها الأوروبيين حتى أن خوف الروس من الأتراك أكبر من خوفهم من اليابانيين بالرغم من أنهم انهزموا أمامنا وتغلبوا على الأتراك وإذا اطلعنا على ما يكتبوا في أوروبا عن تركيا لتأكدنا مدى الخوف الذي يعتريهم وعلى هذا فإن مستقبل هذه الأمة مشرق لأن الأوروبيين لو لم يروا في الأتراك هذه القابلية لما كلفوا أنفسهم كل هذا العناء إنهم لا يخشون أفغانستان ولا بخارة ولا أفريقيا ولا يخشون الهند أبدا مع أن عدد سكانها يزيد على 300 مليون نسمة نعم إنهم يخافون من الصين أيضا لأنهم يرون أن الصين لها إمكانات كبرى إن الأوروبيين يتبعون حيال تركيا وحيال الصين أيضا سياسة البحث عن طريق لقتل تلك الإمكانات وإن بقاء الأتراك في وسط أوروبا 600 عام لأكبر دليل على قوتهم ومتانتهم ولا أستطيع أن أتكلم عن الأتراك أكثر من هذا إلا أنني أقول بأن بقاء هذه الدولة هو شرف كبير لنا وإنني لأرجو وأتمنى لها التقدم المضطرد تصفيق شديد ومتواصل ساساكي لست مؤهلا أن أتكلم شيئا عن تركيا وفي رأيي أننا بدأنا نلحظ أن الحياة بدأت تدب في أوصال الشرق حتى الميت منها إن الأتراك عاشوا في قلب الحضارة وفي مواجهة أكبر وأعتى الأعداء ومع ذلك فإن لهم قصب السبق في إسعاد أهل الشرق على مدى عصور طويلة ولن تقدر أي قوة في القضاء عليهم بعد الآن إن أمم الشرق ستمد يد المعونة إلى بعضها ليبقى كيد الأوروبيين في نحورهم هذا أمر لا شك فيه هتافات عاش الأتراك تاناكا علينا أن لا ننسى بأن هذا اليوم هو آخر لقاء مع أخينا تورخانو إن تورخانو تخرج من مدارسنا العليا ولنتساءل هل كنا أعددنا له كل ما يحتاجه أم أن حكومتنا قصرت في حقه وهل سنستطيع أن نراه مرة أخرى؟ إنه إذا تحدث هو ببضع كلمات فسوف تبقى تلك الكلمات ترن في أسماعنا ما حينا ليس في إمكاني أن أتحدث كلاما مطولا إنني أخجل من أن أتكلم في حضور الرجال الكبار واستجابة لطلب والدنا تاناكا فإنه يمكنني أن أقول لقد مضى على فراقي لأبي وأمي ووطني ست سنوات وغدا سأعود إلى بلدي كي أرى أبي وأمي ولكنني حزين جدا لفراق اليابان إنني أكاد أن أبكي وجاء دوري في الكلام السيد تورغوت واك أشهر الواكات في تركستاننا الصينية من المؤكد بأن ولدنا بالتاتورا سيحتل مقام أبيه ولذلك فإني أريد أن أقول بضع كلمات بهذا الخصوص إن عودة شاب مثل السيد بالتاتورا إلى بلده بعد اقتباسه من أنوار نيهون الشمس المشرقة له فأل خير لعالم الشرق ومما أحب أن ألفت النظر إليه أنه شاب في مقتبل العمر وأنه يملك كثيرا من المعلومات في فن السياسة إلا أنه تعوزه الخبرة العملية أرجو عفوكم إن الحياة الشرقية تتعرض دائما لتسلط الغرب والأوروبيون يبنون حياتهم دائما على موت الأمم الشرقية فالشرق أسير دائم لهم ومن بين أمم الشرق هناك أمة واحدة تمكنت من أن تمتلك زمام أمرها بيدها ألا وهي أمة نيهون اليابان وقد تستطيع هذه الأمة حماية نفسها من شرهم ومع ذلك فإن الغربيين لا يريدون لنيهون أن تستمر في البقاء فإذا وجدوا الفرصة المناسبة فلن يترددوا في القضاء عليها وإذا أمعنا النظر في المقالات التي يكتبونها عن الخطر الذي يطلقون عليه بالخطر الأصفر لظهرت النوايا الفاسدة للغربيين بشكل واضح إن كل همهم هو معادات أهل الشرق ولذلك فإنني أرى أن أمم الشرق يمكنها أن تحافظ على نفسها إذا تضامنت فيما بينها أعترف بأن الإنجليز أظهروا مودة لليابانيين في فترة من الفترات ولعلهم ساعدوهم أيضا ولكن صداقتهم ومودتهم كانت لمصطحتهم الخاصة إنهم أرادوا أن يحموا أنفسهم بدفع اليابانيين إلى مواطن الخطر والتهلكة ولفهم ذلك يكفي أن نمعن النظر في المعاهدة الإنجليزية اليابانية لقد استغلوا حاجة اليابانيين فضمنوا مصالح إنجلترا لمدة 14 سنة هكذا يستغل الأوروبيون الفرص كي يجدوا تحقيق مصالحهم في الإضرار بنا والطريقة الوحيدة للتخلص من هذا الوضع المؤسف أن نعمل جميعا وبكل إمكاناتنا لاتحاد الشرق إننا ننقل هذه الكلمات إلى أسمع ولدنا بالتاتورا آملين أن ينشر هذه الفكرة في تركستان الصينية وما نراه هذا اليوم ضربا من الخيال قد يكون مستقبلا فيه كل النفع لصالح الحياة الشرقية بأكملها لأن كل حقيقة تتولد من الخيال إن رأيي يتلخص في أنه لا حياة لأهل الشرق إلا في اتحادهم وبداية ومقدمة ذلك هو اتحاد اليابانيين والصينيين أظن بأن هذه الحقيقة لا ينكرها أحد أدرك بأن هناك نفورا بين اليابانيين والصينيين بسبب جزر فورموزا أي تايوان وبراتاس إلا أنني أرى بأن التوفيق بينهما ممكن وإن كان الأمر يبدو شائكا في الظاهر وعلمت فيما بعد أنني ضربت على الوتر الحساس لليابانيين أكرر فأقول إن السيد بلتاتورا يمكن أن يكون أكبر الدعاة لفكرتنا هذه في تركستان الصينية وأرجو منه أن يحفظ كلماتي هذه في زاوية من زوايا ذاكرته وأضيف إلى رجاء هذا بأنه إذا كان في مجلسنا مراسل الصحف ألا ينشر كلماتي هذه على أعمدة صحفهم انتهت كلمتي قام تورغوت وقال كونوا على ثقة بأن كلمات الأستاذ هذه قد سرت في روحي بحيث ستكون مهمتي بل مهمة أبناء من بعد خدمة هذه الفكرة سنكون سعداء إذا ضحينا بأرواحنا في هذا السبيل ثم تكلم أناس آخرون أما أكابر القوم فكانوا مشغولين بالتفكير الطويل والعميق واستمر الاجتماع حتى الساعة العاشرة وودعت جميع تورغوت واك لكنهم أخبروه بأنهم سيكونون في محطة القطار عند المغادرة وارتديت ثيابي للعودة إلى الحي إلا أن أحدهم جاءني فهمس في أذني قائلا إن كان لديك متسع من الوقت فسنكون مسرورين إن بقيت معنا قدر نصف ساعة ترددت قليلا لأنني لم أكن أعرف الرجل نظرت إلى ساساكي فأومأ برأسه موافقا وغادرت جميع وبقينا ثلاثة قال الرجل الذي همس في أذني آنفا أيها السيد إنني ناكانو محرر جريدة داي توكيو والمندوب الخاص لدائرة الأركان الحربية لقد كان خطابك درسا كبيرا لي أريد أن أجتمع بك مساء الغد للحديث معك طويلا وبعمق فهل لديك وقت؟ طبعا طبعا وكيف لا يكون لدي وقت؟ وكان موعد مساء الغد وبعد حديث تعارف قصير ودعته وغادرت المكان وتوجهت مباشرة إلى منزل صديقنا ناكاياما وجدت بطاقة دعوة لحضور حفل افتتاح مستشفى بارون ماجكوش في الساعة العاشرة من صباح الغد مستشفى البارون ماجكوش البارون ماجكوش من كبار أصحاب رؤوس الأموال اليابانيين وهو إنسان نشيط وله متجر في توكيو يعمل به الفرجل كما أن البنك الذي يملكه يعمل فيه أكثر من مئة موظف تبرع أثناء الحرب الروسية اليابانية بخمسة ملايين وهذه المرة أنشأ مستشفى وقد صرف على إنشائه وإنشاء حديقته مبالغ طائلة تحدثت عنها الصحف والمستشفى كبير بني داخل حديقة واسعة وصرف على مفروشاته وتجهيزاته مئة ألف ين كل ين يساوي 5.12 قرش وسعر الصرف مرهون بزمانه والاستمرار المستشفى أوقف سبعمائة ألف ين وضعها في البنك الحكومي مع أنه يملك بنكا وهذا أيضا لا يكفي لأن المصاريف السنوية للمستشفى تبلغ 54 ألفين سيغطيها من الفوائد التي ترده من ذلك المبلغ دعينا إلى حفل افتتاح هذا المستشفى وبكل فخر لبينا هذه الدعوة وحضرنا في الموعد المحدد والبارون مجكوش عرف بين الناس بالحلم ورجاحة العقل وكان يستقبل الضيوف شخصيا في أولي الدرج وحضر الحفل كثير من الوزراء وأعيان البلاد وخلال عشر دقائق اجتمع أكثر من مئة شخص وبعد أن أخذنا أماكننا في صالة كبيرة تشبه المسرح وبعد ذلك تقدم البارون مجكوش إلى منصة الخطابة وألقى الخطاب التالي هذا المستشفى سيكون ملك الشعب مباشرة وسنتولى دفع مصاريفه السنوية مؤقتا إلى أن تغطي وارداته تلك المصاريف التي تبلغ 54 ألفين ولذلك فإن المعاملة لم تتم وسيشرف على المستشفى ستة من أساتذة جامعة توكيو نظرا لأهليتهم وقد خصص 125 سرير للفقراء بالإضافة إلى الكشف اليومي المجاني على 200 فقير مع صرف الدواء لهم والعاملون الدائمون في المستشفى 14 طبيبا وخمسة جراحين وأربعون ممرضة و22 من طلبة كلية الطب أقدم ذلك إلى أركان الأمة هدية مني راجيا القبول وقبل الخطاب بالتصفيق وهنأ الحاضرون السيد مجكوش على هذا النجاح وبعد ذلك قدموا الأساتذة الذين وافقوا على الإشراف على المستشفى والأطباء المعينين ونبذة عن حيات كل واحد منهم كما قدموا بعد ذلك مجموعة العاملين ثم قام أحد الأساتذة بإلقاء كلمة مختصرة فشكر المدعوين على حضورهم حفل الافتتاح وقال إذا وجد من يريد زيارة أقسام المستشفى فليتفضلوا وإننا نشكرهم على تفضلهم وسيبقى المستشفى مفتوحا للزوار مدة ثلاثة أيام وفي اليوم الرابع نبدأ باستقبال المرضى ثم قام الجميع فتجول بعضهم في أنحاء المستشفى وغادر البعض الآخر مكان الحفل جلسة مع ناكانو ورفاقه هذه الليلة هي من أغلى ليالي عمري باعتبارها الخطوة الأولى لصالح الإسلام ولذلك فلي الفخر في أن أضبط تلك الليلة بالوقت والتاريخ يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الثاني عام 1326 من الهجرة 20 مايو 1909 من الميلاد قبيل المغرب جاء السيد ناكانو ودعاني قائلا سنذهب سوية إلى مكان ما وكنت منتظرا متهيئا للذهب وبادرنا بركوب الريكشات وأخذنا طريقنا لا أعرف إلى أين أنا ذاهب مررنا على كثير من الأشجار والمرتفعات والوديان داخل المدينة حتى وصلنا إلى مكان لم أره من قبل حيث وقفت الريكشات أمام بيت صغير ونظيف داخل حديقة جميلة جدا فاستقبلنا ضابطان وسيمان ولم يكن في البيت كله غيرنا ضابطان وناكانو وأنا وامرأة تمشي داخل الحديقة من بعيد وبعد استراحة بضع دقائق قال لي السيد ناكانو أقدم إليك هذين الضابطين إنهما من أكفئ الرجال في البلاد وأرجو أن تثق بإنسانيتهما وضميريهما دون تردد لا أرى الآن حاجة لذكر إسميهما وكنيتيهما إنهما يجدان اللغة الروسية ويمكنك أن تتحدث إليهما وتبدي آراءك لهما بكل صراحة ووضوح وإذا سمحت الظروف فإنك ستعرف إسميهما وكنيتيهما وتعمل معهما بصورة أخوية إن الرؤية الصادقة فأل خير تعودت أن أعمل بالرؤية وأن أستخير في الأمور المهمة وقبل شهر رأيت نفسي أخطب من منبر عال ولما قلت الحمد لله للمرة الثالثة أيقظني صوتي وقبل ثلاثة أيام رأيت نفسي أخطب من منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قلبي مطمئنا كنت أتوقع حدثا ولله الحمد والمنة فقد تحققت مقدمة النجاح لم أرى حاجة لسؤال الضابطين عن إسميهما أعربت لهما عن رأيي في المسألة الشرقية بكل صراحة ووضوح كان يجدان اللغة الروسية فلم أجد صعوبة في بيان ما كنت أقصده في البداية شرحت بالتفصيل ضرورة الحفاظ على حياة أهل الشرق وحقوقهم المشروعة والسبيل إلى ذلك بالاتحاد وبرنامجه والأسباب المؤدية إليه وإمكانية تحققه وكانت خلاصة هذا البرنامج مسجلة في دفتر جيبي في أربعين بند ولم يكن فيه شيء يمكن رفضه إذا وضع قيد البحث والمناقشة أتوقع أن الوصول إلى الهدف سيكون أسرع إذا تبنى اليابانيون مثل هذا الاتحاد ولذلك فإن جلسة واحدة لا تكفي لتبادل الرأي أرغب أن تتكرر الجلسات إن اليابانيين أمة تطورت وتقدمت أشواطا كبيرة وأعتقد بأن فيهم الكثير ممن يشاركني هذا الرأي والظروف المقبلة ستجعل اليابانيين يتبنون هذه الفكرة واستمرت الجلسة على هذه الصورة مدة سبع ساعات متواصلة ومعروف بأن صاحبي يفكران كثيرا ويتكلمان قليلا والواقع إن اليابانيين أناس معروفون بالتفكير الطويل وأخيرا قال ناكانو لقد فهمنا رأيك بعض الشيء فهل عندك ما تضيفه أم هل لك حاجة شخصية قل لنا لنختم الجلسة هذا اليوم لا بد أن تكون لي حاجة لكن الهدف الأساسي ينسيني كل شيء وأخيرا قلت إن ما قلته لكم هذا اليوم هو من قضايا الحياة بالنسبة لعالم الشرق وتحقق ذلك أمر مطلوب كما إنه من المهم الإسراع في تحقيقه وبناء على هذا أريد أن أضيف شيئا آخر تفضل الواقع إنه لأمر يمكن أن يستدعي التفكير والنظر من قبلكم فمن المعروف لديكم أن اتحاد الشرق يعتبر من المسائل الطبيعية جدا كما أنه يستحوذ على تفكير الأوروبيين ويخيفهم منذ أمد طويل إن كافة السياسيين الأوروبيين متحدون إزاء هذا الموضوع المنصرون المنتشرون في عالم الشرق ليس فيهم واحد يهدف إلى خدمة الدين ونشره بل إنهم جواسيس يتغفون وراء الدين ومما لا شك فيه أنهم ينشرون بذور الفتنة بين الشرقيين باسم الدين للحيلولة دون تحقيق الوحدة الشرقية فإذا دققتم في صلبي هذا الموضوع لشاركتموني الرأي وإذا قلنا إن ارتباط الرأي العام بالدين واستغلال الدين في السياسة يكاد يكون من القوانين الطبيعية فلن نكون مجافين للحقيقة وهذه هي إحدى المسائل التي تشغل ذهني إن ثلث أهل الصين المجاورين لكم هم من المسلمين وجزر جاوى وملايو مسلمة بكاملها وثلث الهند من المسلمين والخلاصة فإن القسم الأعظم من أهل الشرق هم من المسلمين وإذا تعرضنا للموضوع مرة أخرى بعد أخذ هذه العوامل بعين الاعتبار ووضعنا حجر الأساس للإسلام في اليابان فإنه يبدو لي بأننا سنصل إلى النتيجة بسرعة أكبر ولعدم وجود هذا الأساس في اليابان فالذي يشغل فكري هو أننا إذا اتخذنا اليابانيين روادا لنا فقد تعترضنا مشكلة التعص بالصيني هذا آخر ما أردت قوله ناكانو هذه المسألة ليست من الصعوبة بمكان بالنسبة لنا نحن اليابانيين وأقول أصالة عن نفسي وبالنيابة عن كثير من أصدقائي بأننا إذا عرفنا حقائق الإسلام فإننا لن نتردد اليوم في اعتناقه يمكنك أن تعلم مبادئ الإسلام وتعاليمه بكل حرية وسنكون ممتنين لك نظرت في وجوههم بإمعان فرأيت ملامح البشاشة والرضى مرتسمة على وجوههم جميعا وعرفت أخيرا بأن السيدة التي كانت تتجول داخل الحديقة ولمحتها من بعيد هي زوجة السيد ناكانو والبيت الذي كنا فيه هو مضافة ومع ذلك فإنهم احتاطوا في عدم إحضار خادمة أجنبية كي لا تسمع ما يقال وكانت السيدة تأتي بالطعام والشاي بين حينا وآخر غادر أصحابنا المنزل ونادى ناكانو زوجته وعرفني بها ومع ذا حديثا استغرق بعض الوقت قال الأخ ناكانو سنكون من أولادك اعتبارا من اليوم انظر إلينا وكأننا أولادك وتعهدنا عهد الأخوة وانتهت الجلسة بنجاح تام فسمتني زوجة ناكانو بي أبو آسيا الكبير فكانت النساء اليابانيات يذكرني بهذا الاسم في أحاديثهن الخاصة والنساء اليابانيات يتحاشين ذكر أسماء الرجال الكبار وأسماء أبائهن وأسماء أزواجهن احتراما لهم وهذه العادة معروفة لدى القازاق ولدى التتار أيضا آمل أن يكون الأخ ناكانو خادما كبيرا للإسلام في اليابان ولذلك أرى رزاما علي تعريف القراء الكرام بشخصية هذا الرجل وأكتفي بهذا القدر على أن أعود إلى سرد معلومات أخرى عن ناكانو في الوقت المناسب الأزياء في اليابان لباس اليابانيين بسيط جدا ولا يميز المرء في الوهلة الأولى بين لباس الرجل ولباس المرأة والألوان والأقمشة تكون واحدة في أغلب الأحيان إلا أن النساء الشاعرات وبعض نساء الأسر الغنية يلبسن الملابس ذات الألوان الزاهية والتمييز في الملابس بين الرجال والنساء يكون في الحزام والشعر وأحزمة النساء عريضة من الخلف ولها نتوء مثل ما يستعين به الحمال على حمل الأمتعة والنعال عندهم بشكل عام هي القبقاب ونادرا ما يلبسون البوط أما غطاء الرأس فالنساء لا يلبسن على رؤوسهن شيئا وقيل لي بأن الرجال كانوا قديما لا يلبسون شيئا على رؤوسهم ما عدى أنهم كانوا يلمون الشعر ويربطونه في أعلى الرأس أما اليوم فإن الرجال بوجه عام يحلقون رؤوسهم حلاقة تامة وكل أنواع القبعات المعروفة في أوروبا يستعملها اليابانيون في بلادهم والصداري التي يستعملها اليابانيون في الدوائر الرسمية ليست هي الصداري التي تستعملها نساء الفرنجة اليوم بل هي النموذج القديم لها وهذه الصداري هي الملابس الرسمية لأكابر القوم ولا يمكن بدونها مقابلة كبار الناس والنساء اليابانيات لا يلبسن اللباس الأوروبية في بلادهن أبدا حتى النساء الدارسات في أوروبا يتخلين عن الزي الأوروبي عندما يعودن إلى أوطانهن لكن الرجال يلبسون الزي الأوروبية للتوفير خاصة الفقراء منهم فيلبسون تلك الملابس لضرورة الحال فالرجل منهم إذا أراد أن يلبس زيا أوروبيا فإن ذلك لا يكلفه أكثر من عشرين ينن أما الزي الوطني فلا يكلف أقل من أربعين ينن ومع ذلك فإن المفضل عندهم هو الزي الوطني توجهت إلى محطة القطار بهدف توديع بالتاتورا الذي ذكرته سابقا وكان على وشك السفر من توكيو إلى بكين فوجدت بعض الأعيان وأعضاء مجلس النواب وكثيرا من الموظفين والطلاب ومئاتا من الطلبة الصينيين الدارسين في اليابان وقد ودع وداعا حافلا فقبل خمس دقائق من تحرك القطار كانت المحطة تعج بالمودعين وبينما كان الجميع في الانتظار وإذا ببالتاتورا يصل إلى المحطة وبرفقته زوجته وعرفت فيما بعد أنها كانت هي الأخرى تدرس في اليابان وبعد أن أخذت الزوجة مكانها في العربة المخصصة لهما صافح الأعيان القادمين لتوديعه ثم ألقى كلمة مختصرة موجهة للطلاب الصينيين باللغة الصينية وقد ضبطها الصحفيون وأنقلوها من الصحف رفاقي في الدراسة إن أسعد الأيام في عمري هي الأيام التي قضيتها معكم لأن كل ساعة وكل دقيقة كانت من أجل رفعة بلادنا وقد كنت معكم أيام الدراسة وآمل أن أكون معكم في الكفاح من أجل تخليص بلادنا من التسلط الأجنبي تصفيق حاد استمر عدة دقائق مع هتاف بانزاي أي عاش عاش ثم قدم الكونت أوكوما بعض النصائح ولما أوشك القطار على التحرك أشار بيده مودعا وصعد إلى العربة وقبل تحرك القطار أخرج رأسه من العربة وانطلقت أصوات بانزاي مرة أخرى ولما تحرك القطار اشتدت وطيرة التصفيق والهتاف بحياته إلى أن غاب عن الأنظار واليوم يحتل تورغوت بالتاتورا مكانة كبيرة في القصر الإمبراطوري في بكين وعندما كنت في بكين نزلت ضيفا في منزله أوهارا اسم أوهارا منتشر في اليابان فهناك عدد من معارف اسمهم أوهارا ولكن أوهارا هذا هو أول من اهتدى إلى الإسلام على يدي في اليابان وقد سميته أبا بكر ولذلك فإن تزويد السادة القراء ببعض المعلومات عن هذا الرجل لا يخلو من فائدة مما لا شك فيه بأن أوهارا هذا سياسي ودبلوماسي نشط فهو عضو في كثير من الجمعيات في اليابان ويقوم برئاستها كما هو مشرف ومفتش ومعلم في كثير من المدارس ومدير ومندوب في دائرة الأركان الحربية ورئيس جمعية آسيا غي كاي التي قمنا بتأسيسها وأول لقاء لي مع هذا الرجل كان في شارع قرب شينباشي وكان الجو ممطرا التقيت به هناك وتعرفت عليه وأول كلام سمعته من هذا الرجل هو لا تقلق فإن كل شيء سيكون على ما يرام لم أنس هذه الكلمات أبدا أتذكرها دائما ومن أول نظرة رأيت في وجه هذا الرجل الحلم والبشاشة هذا الرجل طيب ولطيف المعشر ولفرط حبه للإسلام أدعو الله العلي القدير أن يكون من كبار المجاهدين المسلمين ويسعى الآن إلى تأسيس شعار الإسلام في توكيو بالبحث عن طرق لإقامة مسجد ومدرسة ويبذل جهودا مضنية في سبيل هذا الهدف وسأبين ما جر بيننا من أحاديث في الأوقات المناسبة أيام عصيبة تتخلل الآمال الكبيرة درست طبيعة اليابانيين خلال بضعة شهور ورأيت الاستعداد الفطرية لديهم من جميع جوانبه كما سجلت ملاحظاتي المتعمقة حول مدى رغبة اليابانيين في الدين كما أن بابا كبيرا فتح أمامي ولكنه مما لا شك فيه بأن المهمة الكبرى ستكون بعد هذه المرحلة كنت أفكر ليل نهار وأقول في نفسي بأن أي خطأ قد يؤدي بهذا الأمل الكبير إلى يأس بل إلى عكس ما أرجوه أسهر الليل بطوله يؤرقني الخوف من الوقوع في خطأ وحينما كنت أتصور بأن سلامة التدبير قد تؤدي إلى تشرف الملايين من الناس بدين الإسلام في مدة قصيرة كنت أحس بسعادة غامرة لا يمكن وصفها كنت أجن من كثرة التفكير في مجموعة من المقدمات السياسية ومن جهة أخرى أكتم الأمر في نفسي امتثالا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان كما كنت أعاني من قلة ذات اليد والجوع من جانب آخر لقد أنضيت أياما لا يمكنني وصفها كنت فيها مريضا وينتابني التفكير الكثير لقد مضت علي أسابيع وأنا على هذه الحالة في القرى وفي مثل هذه الأيام العصيبة ألجأ إلى الجبال وأتجول في القرى والأرياف وذات يوما كنت أمر بقرية هودو غاية عندما لمحت مبنى جميلا جدا إلا أن ذلك المبنى لا يشبه المنزل جلت في أطرافه كي أعرف ما هو كان أحد الجدر الأربع من التراب الأمر الذي زاد من استغرابي وصلت أمام الباب فوجدت امرأة تبيع بعض المأكولات التي تسمى أوكاشي وتشبه الحلويات التي نسميها بالغريبة سألتها ماذا هناك يوميا كررت السؤال فكررت الإجابة يوميا لم أسمع بذلك من قبل فلم أعرف تبسمت وقلت للمرأة أريد أن أرى ذلك الرجل قالت تفضل ومشت المرأة صوبت داخل فتبعتها ودخلنا من الباب فوجدنا عددا من القوارير الصينية وبداخلها السهام التي نعرفها وعلق على الجدران أقواس أخذت المرأة قوسا وسهما واتخذت الحلقة الورقية البيضاء على الجدار الأسود في نهاية الممشى هدفا فأصابت الهدف من منتصفه ومدت يدها إلى الطبق فأخرجت منها ينين ووضعتهما في جيبها ثم رمت سهما آخر فلم تصب فأخرجت من جيبها سنين وألقتهما في الطبق لم أكن أجيد اللغة لكني فهمت الأمر بتمامه فهذا المكان مخصص لرمي السهام ومفتوح لكل من أراد تعلم الرمي وهنا فكرت طويلا وتذكرت أيام الصبا حيث كنت أقضي أيام الخميس والجمعة في الصيف بتراشق السهام كنا نمارس الرمي تذكرت حادثة في تلك الأيام فبكيت كان أستاذنا عبد الأحد من كبار العلماء يشجع الطلاب على تعلم الرمي ويشاركنا مشاركة فعلية تذكرت كل هذا وبعد هذه الذكرى أخذت السهام وجربت الرمي عند تمرات ومن جانب آخر كان الذهن مشغولا فيما يجب عمله كي أصل إلى أحسن نتيجة وكيف السبيل إلى إقامة شعائر الإسلام وإظهارها وإقناع أكبر عدد ممكن من الناس وماذا علي أن أعمل إذا تعرضت للهجوم كنت أفكر في نفسي حائرا فتزداد أوهامي يوما بعد يوم كانت خشيتي من اليأس نتيجة خطأ أو إهمال أكبر من تفاؤلي بالنجاح والسعادة حتى في حالة النجاح فإن همي يزداد في كيفية الحفاظ على مصالح الإسلام السياسية وكلما فكرت كبرت الهموم وزادت في نفسي كنت أحتاط لنفسي كي لا أقع في الخطأ الذي وقع فيه المشايخ الذين ذكرهم الكونت أوكوما فيما سبق أضف إلى ذلك أنني لم أخض أي وقت دون فائدة كنت أسعى قدر استطاعتي كي يرى اليابانيون الأمل المشرق في الإسلام وأقول لهم أن الضعف الحالي للمسلمين مؤقت وناشئ من التسلط الأجنبي وأن شيئا من اليقظة يزيل كل ما نراه من تلك العوارض وغيرها من التأويلات والتوجيهات وبعد انتهاء الجولة في القرى عدت ثانية إلى يوكوهاما مشيا على قدمي كنت متعبا عندما اقتربت من باب المنزل وإذ بي أصادف ثلاثة من الهنود والتفريق صعب بين مسلمي الهند ومجوسها ومع ذلك فإنني أمعنت النظر إليهم وكانوا أيضا ينظرون إلي فسلم علي أحدهم لا يمكن وصف السعادة التي غمرتني عندما سمعت قوله السلام عليكم ولما رددت السلام بادر الثلاثة بمد أيديهم وصافحوني فكان أحدهم يجيد الفارسية وكرر الآخرون كلمة الحمد لله مسلمان أي مسلم وكنت أعرف شيئا من الفارسية علمونا في مدارس بلادنا قواعد علم النحو والصرف باللغة الفارسية فاستفدت من بعض الجمل التي عالقت بذاكرة من تلك الأيام عرفت أن هؤلاء الرجال من بومباي ويشتغلون بالتجارة في يوكوهاما وحتى تلك اللحظة لم أكن أعرف بأن في اليابان تجارا هنود مسلمين تعرفت عليهم وعرفت عنوانهم وتوتدت الصلة بيننا وشعرت بسعادة غامرة وهؤلاء هم علي رضا وعيسى بهائي وباليج والا وفي بداية الأمر لم أسألهم عن مذهبهم ولكني أحسست بأنهم رجال مسلمون ومن الطبيعي أن لا أحرص على معرفة مدى غناهم صرت أكلم أحدهم بالفارسية وأتفاهم مع الآخرين باللغة اليابانية فأجد منهم الاحترام والتكريم ذهبت إلى بيتهم وأكلت معهم فلقيت أكثر مما كنت آمل كما أنهم اعتبروني أخا لهم وعرفت فيما بعد بأن في كوبي خمسة وعشرين مسلما كلهم من الهنود وذات يوم نزلت ضيفا على عيسى بهائي في منزله بيوكوهاما وجاء الآخران وسهرنا حتى جاوزت الساعة العاشرة ليلا وعندما قمت إلى صلاة المغرب لم ألاحظ شيئا فصليت وظننت أنهم كانوا قد سبقوني إلا أنني لم أتأكد هل صلوا فرادا أم جماعة وتأكد الأمر في صلاة العشاء وعرفت أنهم من الشيعة ومع ذلك فلم أهتم بالموضوع كما أنهم لم يهتموا بذلك أيضا هؤلاء لم يكونوا يعرفون من أي الرجال أكون لكنهم كانوا يظنون بأنني من العلماء وصلت إلى توكيو فوجدت رسالة إنها دعوة من أوهارا توجهت إلى منزل الأخ أوهارا حيث كان في انتظاري دخلت وما كدنا نشرب فنجانا من الشاي حتى جاء ناكانو وبعد قليلا من الحديث قال أوهارا إن أنا بشوق كبير إلى إنشاء مسجد هنا في أقرب وقت جئت إليك لأخذ رأيك في هذا الشأن فماذا تقول عبد الرشيد كلام معقول ولكن من الأفضل التأني وعدم العجلة كي يكون كل شيئا مدروسا ومثل ما نريد لقد أمرت شريعتنا الغراء بالتشاور في الأمور الهامة لنتدارس الأمر بشكل موسع ومن ثم نبدأ بإكمال الأمور المطوبة شرعا إن أرض الله كلها مسجد يمكن للمرء أن يعبد الله في أي مكان شاء ومهمة المساجد جمع المسلمين على صعيد واحد وإعلاء شعائر الإسلام وسأشرح لكم هذه الأمور فيما بعد إذا خططنا جيدا تحقق كل ما نريد إن لي أمورا أخرى أفكر فيها إن صحفنا اليوم تتحدث عن التدابير الظالمة التي اتخذتها الحكومة الأمريكية ضد اليابانيين أهمني هذا الأمر كثيرا إن مؤامرات الأوروبيين والأمريكيين ستستمر ضد الشرق طويلا كل همهم ينصب في كيفية السيطرة على الشرق وامتصاص دماء أبنائه قهارة نعلن الحرب على الأمريكان الحل سهل ليس الأمريكيون فحسب بل الروس أيضا يفكرون مثلهم عبد الرشيد الأمريكيون يملكون المال الكثير ويمكنهم إعداد القوة البحرية متى شاءوا ويقوم الإنجليز بمساعدتهم إنهم لا يريدون أن تكون اليابان قوية إنهم يتنافسون في الصين ولكن إذا استعدى الأمريكان الأوروبيين ضد اليابانيين فلا بد أن يهبوا لمساعدتهم أوهارة هذه أمور بعيدة المدى فالأمريكيون لا يمكنهم محاربتنا في الوقت الحاضر لأنهم لا يملكون القوة ثم إن بيننا وبين الإنجليز معاهدة وبعد خمس أو ست سنوات لن يكون بوسع الأمريكان أن يحاربون أبدا حيث سنملك قوة كبيرة وقد نصل إلى درجة الأمة المدججة بالسلاح عبد الرشيد والأمريكيون أيضا سيسعون إلى زيادة قوتهم أوهارة الأمريكيون وكذلك الإنجليز ليسوا رجال حرب لا يملكون إلا المظاهر لقد رأيناهم على حقيقتهم في أحداث الصين ليس لديهم ما يعتد به إلا الجنود الألمان كانوا يبكون أمام الجندي الصيني الأعزل وما إن يتغلب جنودنا والجنود الألمان على الجنود الصينيين حتى يظهر الجنود الهنود ليشتركوا في اقتسام الأسلاب أما الأمريكان فلا شيء من هذا ولا ذاك والواقع فإن الجندي المرتزق ليس بجندي ومع ذلك فإن هذا الأمر مهم بالنسبة لنا نحن اليابانيون إن مشاركتك برأيك في تأمين احتياجات بلدنا وأمتنا يسعدنا كثيرا ونأمل أن تتطرق إلى هذه الناحية في المحاضرات التي ستلقيها فيما بعد وكن على ثقة بأن الشعب الياباني سيكون سعيدا بك إن حكومتنا عجولة تتعجل في بعض الأمور التي لا ضرورة لها وتتباطأ في بعض الأمور التي تتطلب السرعة لقد استعجلت في موضوع المعاهدة مع إنجلترا إن هناك خطرا في وقوع الأمة بمصيبة كبرى ومن حسن الحظ أن الحرب لم تقع بين إنجلترا وروسيا ولو وقعت الحرب بين الإنجليز والروس لكنا اكتوينا بنارها دون جدوى لقد وقعت الحرب بيننا وبينهم فما الذي حصل؟ اكتوينا بنارها أيضا وتضررنا ولكن في المقابل استفدنا منها إلا أن حكومتنا تعجلت للمرة الثانية في توقيع اتفاقية بورتسماوث إنها اتفاقية أخذت منها ما كسبناه في الحرب ومما لا شك فيه أننا فقدنا بعض قوتنا لكن معنوياتنا لم تنكسر أبدا وفقد الروس كل معنوياتهم ولو لم تتعجل حكومتنا لأعطانا الروس كل ما نريد فالحكومة بتعجلها لم تستطع في أيام السلم الحفاظ على شرف النصر الذي حققته هذه الأمة البطلة في الحرب ولم تكن الأمة اليابانية لترضى بهذه الاتفاقية وقد كتمت الحكومة أمرها فلم تمكن الصحف من الحصول على بعض موادها وهكذا كانت اتفاقية سلام سرية على كل حال نتكلم في هذه الأمور في أوقات الفراغ أما الآن فلا فائدة من الخوض فيها وهنا تذكرت ما رأيته في القرية من لعبة رمي السهام يوميا رغبة مني في تغيير الموضوع قلت عند تجوالي في القرى رأيت المقامرة التي تسمى يوميا فما أصلها وهل يرجى منها النفع وهل كانت معروفة قديما يوميا لم يكن سلاح اليابانيين فحسب بل سلاح كل الأمم ولكن لم تعود الحاجة الآن لمثل هذا السلاح ومقيت له القيمة التاريخية ولن تجد في الأرض قمة لم تستعمل هذا السلاح ولذلك فقد كان الرأي أن لا ينتثر أثر مثل هذا السلاح والإبقاء عليه باعتباره وسيلة ترفيه فأنشأوا جمعية الحفاظ على التراث ولم يكن عددها كثيرا قبل عشر سنوات إلا أنه في الأعوام الأخيرة بدأت تنتشر انتشارا ملحوظا ولم تعد تقتصر على القرى بل صرنا نجدها في المدن أيضا وفي طوقيا وحدها توجد أكثر من مئة صالة لرمي السهام وفي القديم كانت اللعبة يقوم بها الشباب أما اليوم فإنك ترى الكهول وكبار السن يشاركونهم في هذه الألعاب وتوغو من هوات هذه اللعبة ولا يزال البعض يمارسون الصيدة بالسهام الهدف هو الرأي إضافة لتفكيري في وضع أساس الإسلام في اليابان كنت أفكر أيضا بربط هذا الأساس مستقبلا بمقام الخلافة لأن اهتداء عدد من اليابانيين لم يكن بالنسبة لي مهما بقدر تحقيق مصالحنا السياسية مقابل المصالح السياسية التي يحققها اليابانيون من الإسلام في حين لم يكن من المناسب وضع هذه المصالح في الواجهة فجأة يجب أن لا أتعجل بل أنتظر حتى يكون العرض من جانبهم هم اخترت هذا اتباعا لقاعدة التأني أفضل من مواجهة الصعوبات ولذلك فإنني كنت أضطر إلى الحديث مع أصحابي بشيء من الحذر والتلميح دون التصريح طال الحديث مع الأخ أوهارا كثيرا أمضيت الليل كله هناك تنقلنا في الحديث هنا وهناك وكانت النتيجة أننا اتفقنا على ضرورة البحث عن مكان لإنشاء مسجد وكلفنا الأخ أوهارا بالقيام بهذه المهمة وودعنا بعضنا وغادرنا المكان صرت أتحدث عن الإسلام ومحاسنه واتحاد أهل المشرق مع كل من ألقاه أثناء تجوالي وذات يوم كنت في منزل صديقي ناكاياما عندما دخل علينا رجل طويل القامة يظهر على ملامحه التعقل والاتزان وبعد تقديم فروض الاحترام على شكل الإنحناء قال إنني معجب بك وأحببتك قبل أن ألقاك والآن تشرفت بلقائك ولدك ياسوتارو هونجو قابلته بالترحاب وبعد شيء من الحديث والتعارف قال إذا أذنت فإن لي ما أعرضه عليك فاسمح لي بالقول تفضل بكل سرور إنني ياباني أبا عن جد أحب بلدي وأمتي بلا حدود ومستعد أن أضحي بكل شيء من أجل وطني ولكن في الفترة الأخيرة بدأ يشغل فكري أمر ألا وهو تسلط النصارى لقد فكرت في تخليص بلادي من هذا الخطر كثيرا فأدى بي تفكيري إلى القيام بجولة داخل الصين تجولت في مدن الصين وقراها وقمت بمقارنة شعبنا بالصينيين فتوصلت إلى نتيجة هي أننا وإن كنا متقدمين صناعيا وحضاريا إلا أن الصينيين سبقونا بالثبات ولو تركهم الأوروبيون على حالهم مدة عشر سنوات لتقدموا كثيرا وقد لا يستطيعون مجاراتنا في المخترعات الحديثة إلا أنه يبدو لي بأنهم سيسبقوننا في الترويج للمخترعات الحالية وكذلك في التجارة وغيرها من نواحي الحياة ومع هذا فإن الناحية الأخلاقية عندهم سيئة جدا والمعتنقون للنصرانية بشكل خاص محرومون من كل الآداب الإنسانية وهم يتكاثرون عددا ويتدهورون خلقا ويبدو لي بأنهم سيفقدون قدرة الحفاظ على وطنيتهم وقوميتهم بمضي الوقت والذين اعتنقوا النصرانية فقدوا ميزة الثبات والصبر مسلمو الصين وفي الصين عدد كبير من المسلمين لدرجة أن ثلث الصين من المسلمين ويتفوق المسلمون عددا في كثير من المناطق كل ثكان الصين من قومية واحدة وأمة واحدة لغتهم واحدة وبلدهم واحد وتربوا تربية واحدة لكن المسلمين فهم على درجة من النشاط والجدية والثبات بحيث يندهش الإنسان إذا نظر إليهم نظرة دقيقة لا فرق بينهم وبين بقية الصينيين في اللباس ولا في الشكل الظاهري ولكن يمكن التمييز بينهم بالثبات والإقدام وفي البداية لم أكن أستطيع التمييز بينهم كلهم على نمط واحد في الشعر والظفر ولكن بمضي الوقت صرت أعرف المسلمين من أول نظرة والثبات والجرأة عند المسلمين دليل على امتلاكهم قوة معنوية متميزة بالإضافة إلى أنك لن تجد فيهم واحدا يتنصر كنت أرى هذا الثبات والجرأة فأزداد إعجابا بهم وذات مرة رأيت مسلما في ناحية صي جوان يدافع عن نفسه ضد حوالي ثلاثين مجوسيا وانتهى الأمر إلى المضاربة رأيت هذا الرجل وهو يلقي بالمجوس يمنة ويسرى أما الآخرون فلا يستطيعون الاقتراب منه يضرب ضربته فيطرحه أرضا إنه أمر مدهش حقا حيث لم يكن هناك أحد يظاهره أو يساعده والقرية قرية مجوسية قد يجتمع عليه مئات الناس وقد يتعرض للموت ومع ذلك كان هذا الرجل يقاتلهم دون أي سلاح إلا أنه أسند ظهره إلى الجدار يذود عن نفسه ضد كل مهاجم فيطرحه أرضا بحيث لا يستطيع الحراكة بعد ذلك ومن الطبيعي أني كنت غريبا في هذا البلد ولكنني فكرت فاتصلت بالمسؤولين فوفقت في الحفاظ على حياة هذا المسكين ثم أخذته معي ومضيت وفي الطريق رأيته محتدا حين قال لو لم تكن أنت لقتلتهم جميعا إنه رجل صيني ولا يلاحظ عليه أي فرق عنهم فكرت كثيرا من أين له كل هذه الجرأة والإقدام إن السبب الوحيد في كل ذلك هو الإسلام وفيما عدا هذا رأيت أمورا أخرى كثيرة درست أحوالهم كثيرا والحقيقة أني أريد بحث هذه الأمور معك بعمق لنذهب الآن إلى منزلنا وتكون ضيفنا هذه الليلة وزوجتي ستتشرف بزيارتك وتزيدنا سعادة وسرورا وهناك أعرض عليك الدروس التي تعلمتها من الصين واحدا تلو الآخر قبلت هذا العرض بكل سرور وتوجهنا سويا إلى منزل السيد هونجي فوجدنا ولده بانتظارنا أمام الباب وزوجته في الداخل وحيوني على طريقتهم فردت السلام وقلت عفوا إنني لا أستطيع أن أرد بمثل تعييتكم لأن ديننا يمنعنا من أن نسجد لغير الله ففي ديننا نكتفي بقول السلام عليكم وعليكم السلام فحمر وجه المرأة خجلا وقالت لقد أخطأت لا أعرف ماذا أفعل غومين كودا ساي قالتها وهي تكاد تبكي خجلا لا بأس عليك إنني لا أأخذك بل أردت أن أبين لك بأنني لا أستطيع مقابلتك بالمثل من باب الاعتذار المرأة إن كان ممنوعا بالنسبة لك فسيكون ممنوعا بالنسبة لنا أيضا أليس كذلك ونظرت إلى زوجها وبعد دخول المنزل قال هونجي إننا محتارون فيما نفعل وفيما لا نفعل لن نستطيع فعل شيء يمنعه الإسلام ولا نعرف العادات الإسلامية نرجو أن ترشدنا إليها إن الإسلام لا يكلف الإنسان أكثر من السلام ولكن لكم أن تعملوا وفق عاداتكم يكفي أن لا تطلبوا مني أن أفعل كما تفعلون وكان إن كاياما قد تأخر عنا بعض الوقت فوصل فقال السلام عليكم ثم جلس فردين عليه السلام فنظر صاحب البيت وزوجته إليه فاختنعوا بعادتنا وهنا بدأت أتحدث بشيء من الاعتداد عن خدمة الإسلام للإنسانية وعن أثر الإسلام في حسن الخلق مع ذكر عدد من البراهين التاريخية على ما أقول تابع السيد هونجي حديثه عن مسلمي الصين قائلا الصدق والأمانة لدى مسلمي الصين أمر يثير الاهتمام فالصينيون يعتبرون الكذب والخداع وسيلة مشروعة للكسب والتجارة أما المسلمون فعلى العكس منهم يصدقون في القول وإن كان في ذلك إلغاء صفقة لقد جربت ذلك بنفسي وإكرام الضيف عندهم في أعلى مستوى فإذا مررت بقرية مسلمة وجدت الفراش النظيف والطعام الطيب أما الصينيون المجوس فلا يستقبلون ضيفا مسلما ولا يطعمونه بل ولا يفسحون له مكانا لينام فيه وفي أثناء جولتي داخل الصين كنت أنزل ضيفا على قرى المسلمين وفي مساجدهم المسمات ليبصي فيكرمونني وأجد عندهم الماء الساخن في كل وقت والنظافة التي عندهم لا تقل مستوى عن نظافة اليابانيين في حين لا يصيب أجساد الصينيين في العام قطرة ماء وإذا وجد منهم من تعود على الإغتسال جاء إلى مسجدا من مساجد المسلمين واغتسل هناك وفيما عدا هذا وذاك فإنني وجدت مزايا أخرى كثيرة في أحوال المسلمين وأكتفي الآن بما ذكرت وألتمس منك الآن شيئا ومعي صديق آخر ولكني سأعاهدك هذه أصالة عن نفسي أعاهدك على السيف الذي يعتبر دستور اليابانيين وأخرج السيف من غمضه وجعل الجانب الحاد إلى أعلى ومد يده ومددت يدي فعاهدني وقال إنني منذ اليوم مسلم وسأبيع أملاكي وألتحق بدار الخلافة لتعلم أركاني الإسلام وقمت بدوري بتزويد هذا الرجل ببعض التعليمات التي تشرح مبادئ الإسلام وأركانه وبكثير من النصائح وهكذا صار لنا أخ جديد اسمه هونجو فانشرح قلبي وكبر أملي وكلما كبرت آمالي صجت أتخيل وأفكر في أمور أوسع وأبحث عن طريقة لربط جانبها الروحي بدار الخلافة ولكنني فكرت أيضا في احتمال انزعاج اليابانيين في ذلك وقلت ماذا نعمل لو قالوا إن كان الأمر كذلك فلا حاجة لنا وكيف نقنعهم بهذا السبيل هذه أمور كانت مثل الجبال على كاهلي وحتى العوام من اليابانيين يفكرون في الأمور كثيرا يقيس الياباني كل كلمة بميزانه الخاص ثم يغربلها ولذلك فينبغي التدقيق كثيرا أثناء الكلام وإلا فليس من السهل اختراق أذهانهم وإذا اقتنع اليابانيون بالشيء فلا خوف عليهم بعد ذلك فإن المدفع لا يمكن أن يهزه كل هذه الأمور كانت تمر في خاطر مما تجعلني حذرا من وقوع مشاكل جمع ومع ذلك فإنني كنت أرى بأن التدابير التي اتخذتها هي تدابير صائبة وهكذا أمضيت يومي هذا في منزل أخينا هونجو وفي اليوم التالي خرجت في جولة إلى القرى راجيا من الله التوفيق والتجول في القرى اليابانية أمر يسر الإنسان فتجد الناس يعملون في الحقول والأرياف إنهم يشتغلون في الأرض نساء ورجالا خاصة في شهر مايو كل شبر من الأرض وكل حفنة من التراب تصل إليها أيدي عدد من الناس كل الأعمال هنا يدوية جعلوا الجبال مدرجات وحولوها إلى أراضي زراعية يبذرون البذور في الأرض بأيديهم بذرة بعد بذرة وفي بعض السواحل أزالوا الجبال بكاملها وطمروا البحار وجعلوا منها أرضا إنهم يزيلون بعض الجبال ويدفعون بالتراب نحو البحر والحقيقة إنني كلما أشاهد هؤلاء اليابانيين صغار الأجسام وهم يحققون مثل هذه العجائب فإن عقلي لا يكاد يصدق ما أراه وأكاد أقول في نفسي بأنهم دابة الأرض وذات يوم كنت في جولة في بعض القرى وصادفت ساساكي عضو مجلس نواب شغيء وسألته من أين أنت قادم؟ أنا من أهل هذه المنطقة وأنت من أين أتيت؟ خرجت في جولة من أين خرجت؟ من توكيو أليس كذلك؟ نعم أتعرف كم تبعد توكيو من هنا؟ لا أعرف ولكن حوالي خمسة وعشرين كيلومتر أليس كذلك؟ ثلاثة وثلاثون كيلومتر بالتمام وأنت تتمتع بهذه الجولة وإذا بقيت على هذه الحالة كان الله في عونك إن بيتنا قريبا من هنا لنذهب إليه ونشرب الشاي ومن هناك تعود بالقطار وافقت مسرورا وتوجهنا إلى ضيافة أخينا ساساكي وسبق أن قدمت بعض المعلومات عن ساساكي هذا الرجل الذي تجول في كافة أنحاء منغوليا واشترى كثير من الأملاك هناك إنه إنسان في منتهى الجرأة والإقدام ملامعه يابانية صميمة لكنه يختلف بجسمه عن بقية اليابانيين فهو إنسان ضخم البنية وفي الحديث مع ساساكي هذه المرة تطرقنا إلى نظرة الأوروبيين تجاه اليابانيين ساساكي إن نظرة الأوروبيين تجاه اليابانيين هي نفس نظرتهم تجاه أهل الشرق عموما إن نظرتهم لا تتبدل أبدا وهم على ذلك في كل الأوقات وللأسف نحن نتساهل معهم إن الشرقيين بشكل عام يتبعون سياسة ساذجة نحن لا نضمر في قلوبنا سوءا لأحد ونظن خاطئين بأن الغربيين ساذجون مثلنا إن أكثر الأمم الشرقية تطورا هم اليابانيون ومع ذلك فإن ذلك التطور لم يحل بينهم وبين الفشل الدائم في العمل الدبلوماسي إنني أفكر في هذا الموضوع كثيرا فلا أرى سببا وجيها يبرر ما نحن فيه وإذا نظرنا إلى التاريخ العثماني لوجدنا أنهم خرجوا من كل الحروب الظافرة دون فائدة بل وكانوا هم الخاسرين بعد كل معاهدة وبعد كل سلام اسمحوا لي أن أعيد هذه العبارة لأهميتها والتاريخ يكرر نفسه وإذا نظرنا إلى التاريخ العثماني لوجدنا أنهم خرجوا من كل الحروب الظافرة دون فائدة بل وكانوا هم الخاسرين بعد كل معاهدة وبعد كل سلام وأنا لا أجد سببا لهذا الوضع لماذا لا يملك دبلوماسيون بعد النظر عبد الرشيد نحن الشرقيون لسنا أمة طامعة نقنع بالقليل ولا نرى حاجة للتفكير في المدى البعيد ساساكي أرى أن حالة اليابانيين هذه يمكن وصفها في صورة هي كالآتي قبل 15 عاما عندما كانت السفن الأجنبية ترسو في ميناء يوكوهاما كان بحارتها ومرتباتها يتصرفون وفق قوانينهم ولا يعترفون بقوانيننا فإذا ارتكبوا جريمة فلا يرضخون لسلطاتنا القضائية ويقولون لنا قوانيننا الخاصة بنا وفي إحدى المرات راست سفينة إيطالية في يوكوهاما وصعد بحارتها للصيد في الجبال فلم يجدوا ما يصطادونه وفي طريق عودتهم وجدوا يابانيا فأطلقوا عليه النار وقتلوه ثم توجهوا بأنفسهم إلى مركز ولاية يوكوهاما وأبلغوا بما حدث وقالوا قتلنا رجلا له أوصاف كذا وكذا اذهبوا إليه وخذوه لم تقم حكومتنا بإلقاء القبض على القتلة ومحاكمتهم بل طلبت من الحكومة الإيطالية شيئا من المال لأيتام ذلك القتيل المسكين ولكن الحكومة الإيطالية لم تلقبالا لهذا الطلب وكثيرون غيرهم قاموا بمثل هذا العمل غير اللائق فكان الاعتداء على العرض والشرف من الأمور العادية ولم يكن بمقدور حكومتنا في تلك الفترة أن تنبس ببنت شفا بل اختارت جانب الصمت والذل ولو ذكرت ما فعله هؤلاء ضدنا باسم الحضارة لما أمكنك التصديق في تلك الفترة لم نكن نملك القدرة على الدفاع فنسكت مضطرين إلا أننا اليوم نملك ما نستطيع أن نحمي به شرفنا ومع هذا فإن رجال الحكومة عندنا يريدون أن يقيسوا الوقت الحاضر على ما مضى من الزمن كما أن الأوروبيين يريدون أن يبقوا على ما كانوا عليه حتى الآن والواقع فإن المشكلة التي أدت إلى وقوع الحرب بيننا وبين الروس لم تكن مشكلة بين دولتين وأننا لو لم نحارب الروس أو كانت الغلبة في تلك الحرب للروس لما وجدت عندنا شيئا نسميه بالحقوق الإنسانية ولم اعتبرنا من قبل هؤلاء بشرا ولقبلت حكومتنا كل ما يفعلون ومن فضل الله فقد ثار الشعب بتحريض من فلان وفلان وأرغموا الحكومة على خوض الحرب وإلا لكان وضعنا سيئا جدا في تلك الأيام كانت البواخر والسفن الحربية الأمريكية في يوكوهاما عبد الرشيد نعم الآن أحس بما كان عليه الوضع فالسفن الأمريكية راسية في ميناء يوكوهاما منذ عشرة أيام والبحارة يخرجون كل يوم فيعاملون الناس بطريقة منافية للأدب يقضون أوقاتهم في السكر والعربدة يهينون كل من يصادفونه من الناس حتى رجال الشرطة لم يسلموا من إهاناتهم وفي الأسبوع الماضي رست سفينة فرنسية وقام بحارة تلك السفينة برفع العلم الفرنسي على أبواب الحانات التي دخلوها ساساكي أما وقاحة الفرنسيين فلا تذكرني بها فقد لقين منهم الأمرين وكما قلت لك فإنهم يحلمون في الحفاظ على امتيازاتهم القديمة ورجال البحرية الأمريكية يعتبرون نوعا من الضيوف الرسميين ولكن الضيف يجب أن لا يكون وقحا ومع ذلك فإنه يمكن السكوت عليه إلى حد ما كما إن على حكومتنا أن تعامل الفرنسيين بكل ود وعليها أيضا أن تحذر صاحب الحانة كي لا يكرر فعلته فإن عاد فيمكن معاقبته ولا يكررها لكن الحكومة تعتبر هذه الأمور غير مهمة فتسكت وبمضي الوقت تتطور الأمور إلى حوادث خطيرة أما الأوروبيون فإن ما يقوم به بحارتهم اليوم من الأعمال المنافية للآداب سيعتبرونها بعد عشرين عاما من الامتيازات والحقوق المكتسبة وإنهم يفكرون بما سيقولونه بعد عشرين عاما كل هذه الأمور محسوبة ومقصودة عبد الرشيد أنا لا أعرف أوروبا جيدا ولكن أفكار الروس مختلفة خاصة وأن الحكومة الروسية مثل ما ذكرت تنظر إلى الشرق بنفس تلك النظرة أما أكثرية الشعب الروسي فلا يفكرون بمثل هذا السوء ساساكي إنني أشاركك هذا الرأي فيما يخص عوامهم لأن عوام الروس مغلون في الجهل والجهل في صالحهم ولا يضمرون السوء لأحد أما الذين تعلموا في المدارس وفي إمكانهم القيام بشيء من التفكير فإن أول ما يخططون له هو إقاع الشر بأهل الشرق إن شبابنا عاشوا في روسيا قبل الحرب بعامين وتجولوا في أنحائها شبرا شبرا إنهم لا يفتأون يذكرون الوحشية التي يقوم بها الروس في تركستان وإني تجولت في أنحاء منغوليا وما يرتكبه الروس من الظلم ضد المغول ليس بقليل وإذا أردت أن أنقل إليك مشاهدات هناك فلن أجد صعوبة في نقل الصورة الحقيقية عن الروس إن المغولي اليوم مضطر إلى أن يتنكر مغوليته كي يسلم من بطشهم والبورات والياقوت والشامان لا يعتبرون بشرا بنظر الروس إنهم في مقام البهائم وقبل الحرب الروسية اليابانية كانت ضباط الروس يجربون سيوفهم بضرب رقاب الصينيين في منشوريا كي يعرفوا مدى قابليتها للقطع عبد الرشيد من الطبيعي أن يفعلوا ذلك طالما أنهم يملكون القوة في أيديهم ساساكي إنني لا أتعجب من وحشية هؤلاء مثل عجبي من ادعائهم الحضارة والتقدم ومن خداعهم لدبلوماسيين في ادعائهم هذا إن فينا بعض المغفلين الذين يحسنون الظن بكل ما يفعله الأوروبيون ويرون بأنه لا يصدر منهم أي فعل قبيح لكننا سنقطع دابر هؤلاء وسنسعى لأن يفهم كل يابانيا أي نوع من الناس هؤلاء الأوروبيون الواقع أنني كنت أريد أن أبحث معك في المسألة الشرقية لأن اتحاد الشرق أمر يهمنا كثيرا أردت أن أعرف رأيك في هذا الموضوع والحقيقة أننا على معرفة بالأمر إلى حد ما ومع ذلك فإنك ستجعلني ممتنا إن فصلت في الموضوع وشرحت لي ما يمكن أن يفعله الإسلام في الشرق عبد الرشيد إن الأثر الذي يمكن أن يحدثه الإسلام في الشرق وفي الغرب على السواء هو توحيد الأمم إن أساس العقيدة الإسلامية هو التوحيد وترتب على هذا الأساس الوحدة بين الشعوب فالإسلام آخ بين التتاري والعربي وسيآخ غدا بين الإنجليزي والفرنسي إن أسلما وإذا أردت الصراحة فإن خوف الأوروبيين نابع من هذه النقطة لأنهم يخشون من أن يمنعهم الإسلام من ممارسة وحشيتهم وإلا فإن الإسلام ليس فيهما يناقض العقل والإدراك لم يعد لدينا متسع من الوقت فما هي موعيد القطار؟ نظر إلى الساعة وقال لا زال هناك متسع لرحلة القطار الأخير والقطارات تنطلق بعد كل ربع ساعة ولكن لما العجلة؟ لي موعد في الصباح مع أوشيدا سان سأذهب إليه وأريد شيئا من الراحة فقد تعبت ودعته وعدت وفي صباح اليوم التالي نهضت وتوجهت إلى منزل أوشيدا في الموعد المحدد فوجدت كافة الإخوان هناك شربنا الشاي وجرت أحاديث طويلة عن الإسلام وأخيرا قال السيد أوشيدا إن كافة الذين كانوا في معية الأمير إيتو وأسرته موجودون هنا نريد أن تكون في وسطنا في صورة جماعية ونرجو منك أن تقبل هذا فوافقت على ذلك وكان المصور حاضرا فأخذ لنا صورة أرسلوا لي في اليوم التالي نسخة منها وكتب خلفها عبارة والدنا كلنا بعد اليوم من أهلك وكنت في منزل أوشيدا سان عندما رن جرس الهاتف فقام أحدهم ورد عليه ثم قال لي سيدي يسألون عنك في الهاتف قلت اسأله من هو وتكلم مرة أخرى ثم قال لي يدعونك لمحاضرة في مدرسة مياتا للبنات في الساعة الثالثة بعد الظهر من هذا اليوم وكان المتحدث هو ناكاياما وقال بأنه سيلتقي بك في حديقة هيبيا في الساعة الثانية ليرافقك إلى هناك وكان الوقت قريبا وبعد قليلا توجهت إلى حديقة هيبيا ومن هناك ركبت الريكشة وذهبت برفقة ناكاياما إلى المدرسة وجدت في المدرسة مئات من النساء وكان عدد الرجال قليلا وسأنقل هنا خلاصة الكلمة التي ألقيتها أيتها السيدات إن بناتكنا اللواتي يدرسنا اليوم في المدارس سيصرنا أمهات غدا وسيكون مربيات ومعلمات أيضا إن كل فرد في هذه البلاد سواء كان من عموم الناس أو أكابرها قد تربى ونشأ على يد السيدات إن الذين عرفوا اليابان للعالم وربوا أدهات من أمثال الميكادو وغيره هم النساء إن النساء اليابانيات ربينا مفكرين وسياسيين مثل الأمير إيتو والنساء اليابانيات ولدنا الأبطال مثل المارشال ياماتا وأوياما والتوغو وغيرهم إن أرباب الصناعي وأصحاب العلوم والمعارف رفعوا من شأن اليابان والشعب الياباني وخاضوا أحداثا تستحق أن تكتب في صفحات التاريخ بمداد من ذهب فاليابانيون انتصروا انتصارا باهرا على الروس الذين أرعبوا العالم على مدى قرون طويلة وإن الأبطال الذين خاضوا هذه الحرب وانتصروا فيها تربوا على أيديكن فلكنا الحق في الفخر والاعتزاز بهؤلاء الأبطال للنساء اليابانيات أن يفتخرن كما شئن بتربية مثل هؤلاء الأبناء وإذا كانت الأمة اليابانية اليوم تعتبر نموذجا يحتذى به العالم فإن النساء اللواتي أنجبنا وربينا مثل هذه الأمة جدير بهن أن يكون أساتذة نساء العالم كله ولهذا فليس هناك حاجة لأن يقلدنا غيرهن بل لهن الحق كل الحق بأن يكون نموذجا تحتذي به نساء الدنيا أما البعض من النساء اليابانيات اللواتي يغيرن أزياءهن بإيحاء من المنصرين فعليكن مقاطعتهن ونبذهن إن بذل كل جهد ممكن من أجل الحفاظ على العادات الوطنية وتربية الأولاد هي المهمة المقدسة لكل نساء اليابان واستمر إلقاء الكلمة قرابة الساعة وبينما كنت مستمرا في إلقاء الكلمة لمع ضياء شديد مثل البرق فدهجت لأول وهلة ولم أكن لأعرف بأنهم التقطوا لي صورة بالوميض الفلاش وذهب بي خيالي إلى شيئا آخر فانسحبت من منصة الخطابة وسط الأصوات المطالبة بالاستمرار والتصفيق ولكن اكتفيت بما قلت طبعا ليس بالقدر الذي نقلته الآن بل ما نقلته هو شيء مختصر من جريدة نشرت نص الكلمة بتمامها ولقد قارنت في كلمة بين أخلاق النساء اليابانيات وبين التعاليم الإسلامية والنقاط المشتركة بينهما ولقد علموني بأن نص الكلمة ورد في جريدة ماي ياتشي ومن المدرسة عدنا مباشرة إلى منزل أخينا ناكاياما وبت تلك الليلة هناك وفي الصباح الباكر جاءني موزع البريد برسالة فتحتها إنها رسالة كتبها كونيجي مدير مدرسة الصم والعميان يقول فيها الأستاذ المحترم بعد الامتحان الذي شرفتم حضوره تبين أن الذين أكملوا الدراسة واستحقوا شهادة التخرج هم على النحو التالي واحد رسام أربع خياط أربع موسيقي خمسة عشر ماساج ثلاثة نجار ثمانية معلم ثمانية عشر معلم ابتدائي ستة عشر فنون جميلة وهذا هو الامتحان السنوي العشرون وأقدم لك صورة تجمع وعض الطلاب والطالبات الذين أنهوا الدراسة هذا العام وإدارة المدرسة وهيئة التدريس صديقكم الذي ينتظر تشريفكم دائما كونيشي ومن جانبي فإني لا أنقطع عن التفكير لأن اهتمام اليابانيين المتزايدة بي يعزز من آمالي كل ساعة وكل دقيقة فكلما ألقيت كلمة وجدت الآلاف من المحبين والمعجبين حتى الأولاد الصغار في الشوارع حفظوا اسمي وكانوا يهتفون إبراهيم والناس إن رأوني في القطار أو الحافلة قاموا من أماكنهم ليجلسوني يرسلون لي الدعوات لإلقاء محاضرة أو حضور اجتماع وكنت لا أرفض دعوة وفي بعض الأيام كنت ألقي أكثر من محاضرة إن من البيان لسحرا هذا أمر لا شك فيه وللخطاب تأثير كبير جدا خاصة إذا كان المتكلم يؤمن بكل ما يقوله وفي رأيي إن التطور الذي تعيشه اليابان كان للخطباء دور كبير في تحقيقه وقد تعرضت في السابق لهذا الموضوع بشكل مبسط وأعود فأقول إن في اليابان كثيرا من الخطباء والمتكلمين وتجد في مدينة كبيرة مثل توكيو عددا من المحاضرات في يوم واحد وفي أوقات مختلفة أما في المدن الصغيرة والقرى فهناك الكثير ممن يقضون أوقاتهم بالتجول فيها وإلقاء المحاضرات في أهلها يوجد الآلاف من المتكلمين يتحدثون بلغة العوام ويلقون المواعظ في حظ العمال والقرويين على العمل وإتقان الحرف والصنعة ومزاورة التجارة وما إن يقرأ كبار القوم من أمثال الأمير إيتو والكونت أوكوما خبرا عن اجتماع في صحيفة من الصحف حتى يبادر إلى حضور هذا الاجتماع وإلقاء كلمة فيه حضرت كثيرا من هذه الاجتماعات واستمعت إلى كثير من الخطباء كما لم أتوان في إلقاء كلمات تلائم كل مناسبة والقسم الأعظم من كلماتي هذه نشرت في الصحف كما قام البعض بجمعها وطبعها على شكل رسالة وأورد هنا مختصر ما نشرته جريدة هوتشي شينبون هوتشي شينبون في التاسع عشر من أبريل نيسان ألف وتسعمائة وتسعم ميلادي الخطاب الذي ألقاه عبد الرشيد أفندي يوم أمس في صالون قنداباشي أيها السادة إنني تتاري قادم من روسيا أكن منذ زمن طويل محبة للشعب الياباني وهذه المحبة جرتني في آخر عمري من ضفاف نهر الفولغا حتى أوصلتني إلى هنا قاطعا عشرة آلاف كيلومتر ولي الفخر الآن بأن أقدم نفسي لليابانيين الذين أحبهم تصفيق إن في الدنيا كثيرا من الأمور لا يدركها عقل الإنسان لكن عدم إدراك عقولنا للشيء لا يعني عدم وجوده واليوم اطمأن قلبي لأني لمست أن اليابانيين أيضا يحبونني كما أحبهم وهذا التكريم والتقدير الذي ألقاه من اليابانيين هما نتيجة طبيعية لتبادل المحبة بين الجانبين لقد فكرت في هذا الأمر كثيرا ولازلت أفكر إن المحبة موجودة لا يمكن لأحد أن ينكرها وسأثبت وجودها بآثارها ولكن أريد أن أقول ما سبب هذه المحبة هذا ما لا تستطيع عقولنا أن تدركه قلت بأن اليابانيين أحبوني أو يحبونني ولكن الحقيقة هي أن اليابانيين يحبون كل قومنا التتار وكل المسلمين أرجوكم أن تنتبهوا إلى هذه النقطة فقبل الحرب اليابانية الروسية كان في الولايات الروسية عدد كبير من اليابانيين ومرض أحد اليابانيين المقيمين في مدينة بيرما ولما اشتد عليه المرض وضعف أمله في الحياة قال لرفاقه رجاء الأخير منكم بأنه إذا حل الأجل ومت أن تدفنوني في مقابر المسلمين هكذا أوصى وأعتقد أن هذه الوصية كانت نتيجة المحبة التي لا تدركها عقولنا وهناك حدث آخر ففي أيام الحرب وقع كثير من اليابانيين أسرى لدى الروس ونقلوا بالقطار إلى روسيا الداخلية وتوقف القطار يوما في محطة أومسكي وجاء طلاب المدرسة الإعدادية الروسية إلى المحطة لمشاهدة الأسرى وقام المئات من الطلبة الروس بإكرام الأسرى وكان من بين هؤلاء الطلاب مسلم واحد فقام الأسرى اليابانيون بتكريم هذا الطالب وأعطوه نقودا يابانية وبعضهم احتضنه وقبله في حين كان جميع الطلاب فيزيا رسميا واحد وليس فيه ما يميزه عن الطلاب الروس ومع ذلك فإن اليابانيين أظهروا المحبة والمودة لهذا الطالب ثم إن الجنود التتار الذين أسروا مع الجنود الروس عملوا معاملة طيبة في فترة أسرهم في اليابان إنني أعرف أمورا أخرى كثيرة كلها تدل على حب اليابانيين للمسلمين وكما قلت لكم آنفا إن هذا الحب متبادل وليس من جانب واحد فمع بداية الحرب الروسية اليابانية دعا مسلمون العالم جميعهم ومن صميم قلوبهم بالنصر لليابانيين وفي بداية الحرب وبعد الهجوم على بورت أرتور صار قومنا التتار ينظمون الأشعار والأغاني تمجيدا لهذه المعركة وأبدوا فرحتهم لهزيمة الروس وقد سمعت بأنه إذا تناحر ولدان وتغلب أحدهم على الآخر فإن الغالب يسمونه بالياباني وذلك في مجال المديح إن أقدس الأماكن المعروفة لدى المسلمين هي مكة المكرمة وأحسن مكان لقبول الدعاء عرفات وقد دعا المسلمون هناك لليابانيين بالنصر وأكتفي بهذا القدر في بيان الحب المتبادل بين اليابانيين والمسلمين وأكرر فأقول ما السبب في هذه المحبة يا ترى هذا ما لا يستطيع عقلي إدراكه وأظن بأن أي عقل آخر لا يستطيع إدراكه بل لو نظرنا إلى ظاهر الحال لقدضى أن يعادين اليابانيون لأن التتار الذين يعيشون في روسيا حاربوا اليابانيين إلى جانب الروس وإن كانت من غير رغبة منهم في حين نرى بأن اليابانيين يكنون لنا مثل هذا الحب الذي لا يمكن لأحد إنكاره ولا يستطيع أحد أن يقول شيئا إذا سئل عن أسبابه وكما أننا نرى ونشاهد ما تحتار به عقولنا فكذلك يظهر معنى قولنا بأن الله واجب الوجود وهو المؤثر الحقيقي حسب التعاليم الإسلامية التي نؤمن بها إننا لو عدنا إلى النظرة الطبيعية لرأينا أن اليابانيين لا يجدون فرقا ماديا بين الإسلام والنصرانية كما لا يمكن أن يكون هناك فرق طبيعي بين اليابانيين والصينيين حيال المسلمين إلا أنه عندما تكالبت الدول الأوروبية جميعها على الصين وخربت بيوت الصينيين حزننا عليهم باسم الإنسانية ولكن نلاحظ أحاسيس ومشاعر عفوية عند المسلمين تؤيدهم ضد الأوروبيين أما في الحرب اليابانية الروسية فقد اختلف الأمر إذ كانت أحاسيس العرب والترك وسائر المسلمين إلى جانب اليابانيين كما أن انتصار اليابانيين في هذه الحرب أحدث ابتهاجا كبيرا بين المسلمين فكثير من الأتراك سموا مواليدهم بعد هذه الحرب بأسماء مشاهير الأبطال اليابانيين عندنا مسلمون بأسماء توغو وأوياما وياماتا إن المؤثر في كل ذلك هو الله تعالى خالق الكون هذا ما نؤمن به نحن المسلمين وليس للمسلمين آلهة يصنعونها بأيديهم من الخشب أو المعدن أو غيره ولا يمكن أن تكون ومهما كان نوع الكلام الذي أقوله لكم أيها الأخوة فإنني أخاطبكم بالحب الصادق الذي لا أستطيع تحديد سببه أو من شاءه وأقول في رأيي إن حياة اليابانيين هي حياة كافة أهل المشرق وتطور اليابانيين ورقيهم هو ما يتمناه عالم الشرق بأكمله وكل شرقيا يرى حياته في حياة اليابانيين والمسلمون على وجه الخصوص يعتقدون ذلك ولهذا السبب فإنني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن عموم المسلمين أتمنى وأريد أن يصل اليابانيون في الرقي والتطور إلى ما لم يصل إليه الأوروبيون تصفيق حاد والآن أعرض على حضراتكم بعض انطباعاتي وخواطري خلال الفترة القصيرة التي عشتها بينكم كيف أمكن لهؤلاء اليابانيين الذين أراهم أمامي وهم ضعاف الأجسام أن ينتصروا على الروس وهم يتفوقون عليهم في القوة والإمكانات أضعفا مضعفة وليس أدنى مستوى منهم في العلم والمعرفة أقول ذلك وأعجب ويعجب معي العالم كله هذه الحرب التي أدهشت الدنيا ولم تعرف أسرارها حتى الآن ولم يشهد التاريخ لها مثيلا إذ لم يحدث في التاريخ أن كان المحاربون يواصلون الهجوم على مدى عام ونصف دون أدنى تفكير بالرجوع خطوة واحدة إلى الوراء ولا شك بأنه قد تكون هناك أسباب أخرى غير التي نعرفها ونراها إنني خلال بضع شهور عرفت أن الشيء الأساسي الذي جعل اليابانيين ينتصرون في هذه الحرب ليس العلم والمعرفة فحسب بل المشاعر القومية والجهود المادية معا ولا شك بأن ما ذكرت هي من أعظم الوسائل فالأسلحة تنتهي ولكن تلك المشاعر لا تنضب فإقدام الأبطال في تلك الحروب هو بفضل هذه الأحاسيس تصفيق حاد وطويل تذكرت هنا شيئا أريد أن أقوله لكم أصوات تابع يوجد في شرقنا بعض من المعجبين بأوروبا وفي كل أمة تجد مثلهم إن كثيرا من الناس مفتونون بشهرة نابليون ويروجون لبعض ما قاله من كلام لا معنى له وكأنه من القواعد الكلية مثل الحرب تحتاج لثلاثة أشياء المال ثم المال ثم المال وفي رأيي إنه كلام لا معنى له كما أنه أعطي مكانة لا يستحقها لقد أثبتت حرب الفرنسيين مع ألمانيا سخفى هذا القول لقد خسروا الحرب ثم اشتروا بلادهم بالمليارات إن وصول أقوال نابليون إلى كل هذه الشهرة لا يدل على عظمة الرجل أكثر مما يدل على أن من طبيعة الناس أن يكونوا أسرى رغباتهم في الشهرة لقد بلغ الكاتب الروسي غراف تولستوي من الشهرة اليوم بحيث يعتبر هؤلاء كل ما كتبه هو فلسفة دون أن يعرفوا معانيها أنا لا أنكر كل ما كتبه تولستوي إن هناك بعض المؤلفات تتضمن أفكارا جميلة وفلسفات راقية إلا أن الرأي العام يعتبر كل هذه المؤلفات من قبيل الذهب الخالص لمجرد أنها من مؤلفات تولستوي أنا لا أقول لكم اتركوا كلام المشاهير جانبا وإن كل ما قالوه ليس له قيمة لا إن في أقوال مشاهير الرجال معاني عظيمة وتنبؤات تحققت فيما بعد فبسمارك الذي يعتبر من أشهر الرجال ومن أكبر المفكرين الأوروبيين قال قبل 22 عاما في أحد المحافر السياسية ستكون مقبرة الروس في الشرق الأقصى ومقبرة الإنجليز في أفريقيا وما كان أحد يدرك معنى هذا الكلام في حينه ولكن جاء وقت تحققت فيه نبؤته تصفيق ونتمنى أن يأتي قريبا اليوم الذي يتحقق فيه معنى الشطر الآخر من كلامه تصفيق وإني أريد من قولي هذا أن أصل إلى النتيجة التالية إن أقوال بعض المشاهير من الرجال تكون ذات قيمة أحيانا وتكون من دون معنى أحيانا أخرى وعلينا ألا ننخدع بشهرة الأوروبيين على وجه الخصوص وأن لا ننجر وراء ألاعيبهم وأنصح اليابانيين بشكل خاص إذا أرادوا الحفاظ على مكانتهم تجاه أطماع الأوروبيين أن يحافظوا على عاداتهم القومية وأخلاقهم الوطنية والأتراك العثمانيون كانوا أبطالا تعرفهم كل شعوب الدنيا كانوا 93 رجلا خرجوا من وسط آسيا وأسسوا دولة عظمى في وسط أوروبا وظلوا يحاربون الدول الأوروبية 600 عام وفي الأعوام المائتين الأخيرة فقط حاربوا الروس 6 مرات ووصلوا إلى عاصمة النمسا فيينا ثم لما زاد اختلاط الأتراك بالأوروبيين وقبلوا الطرق الدبلوماسية تفرنجت طبائعهم وانطفأت حميتهم القومية ففقدوا الطبع البطولي انخدعوا بشهرة الفرنجة وغرهم التقليد الأوروبي فلم يتمكنوا من المحافظة على عاداتهم وأعرافهم القومية واليوم قرر الأوروبيون تجزئة البلاد التركية وقد بدأوا بتقسيمها شيئا فشيئا يقول البطل العالمي تيمور إن الحرب تحتاج إلى عشرة عناصر أحدها الجيش والتسعة الباقية هي الحمية القومية والغيرة الوطنية هذه هي فلسفة الشرق وهذا هو كلام البطل الشرقي لقد أثبت الجيش الياباني صدق هذا القول في حربه مع روسيا وعلى الأخص في بورت آرثر فعندما قامت جنود اليابانيون بالهجوم على توغوشان في أواخر شهر تموز يوليو وقعوا في فخ فقدوا فيه أكثر من 12 ألف رجل خلال دقائق ولكنهم استمروا في الهجوم ولم يتراجعوا خطوة واحدة كان ذلك بفضل الحمية القومية والغيرة الوطنية كما إن الأمة كانت من ورائهم تمدهم بالدعم المعنوي في ميادين القتال لأن الحكومة اليابانية بتدابيرها الحكيمة استطاعت أن توصل رسائل الوالدين والأقربين إلى الجندي في مواقع القتال يوميا تقريبا بالإضافة إلى النقود والملابس ويقوم البريد الرسمي بنقل هذه الرسائل وغيرها مجانا كل هذا ساهم في رفع معنويات الجنود والذي أريد أن أقوله هو أن اليابانيين إذا أرادوا البقاء عليهم أن يحافظوا على أخلاقهم الوطنية إن الهدف الأول للأوروبيين هو إفساد أخلاق الأمم الأخرى أما مهمة المنصرين فهي بث الفتنة والفرقة وليست الدعوة إلى الدين ولن تكون البلاد في أمان من الفتنة والفرقة ما دام فيها هؤلاء المنصرون واليوم فإن الإضرابات التي يقوم بها الصينيون في كانتون والصراعات الناشبة في جزيرة براتاس كلها تعود إلى تأثير المنصرين ومهما قلت فإن الكلام لا ينتهي لذلك تركت منبر الخطابة كي لا يشعر أحد بالملل وأعقبني أستاذ جامعي اسمه مياكي ولا يخلو نقل ما قاله هذا الرجل من فائدة حيث قال إنني أؤيد تماما ما قاله ضيفنا الكبير عبد الرشيد إبراهيم كما إنني أقول بأنه ليس هناك شك بأن بعض الشباب اليابانيين هايقارا يفضلون التربية الأوروبية لقد جرهم الغلو والطيش إلى الانخداع بالمظاهر الأوروبية إلا أن مهمتنا الآن هي دعوة هؤلاء بإسم الإنسانية إلى العودة إلى عاداتنا الوطنية فمهما قلدنا الأوروبيين فلن نكون أوروبيين وإن غيرنا ملابسنا وعاداتنا فلن نستطيع تغيير ملامحنا وسينظر الأوروبيون إلى ملامحنا ويقولون عننا بأننا وحوش شرقيون تصفيق لسنا بحاجة إلى الأوروبيين أبدا ولو كنا أدنى منهم خلقة لقولنا علينا أن نقلدهم كي نتطور ونتقدم لكننا أرقى منهم أضعافا مضاعفة إنما تزود به الأوروبيون من معارف وعلوم خلال مائتي عام تزودن بها خلال خمسة وثلاثين عاما أي أننا لو عملنا خمسة وثلاثين عاما آخر لسبقناهم بمائتي عام تصفيق بالأمس تكلم الأستاذ عبد الرشيد إبراهيم في إحدى المحاضرات كلاما طيبا وفي الحقيقة إن طبيعة الغربيين هي الغروب وطبيعة نيبون ومهمتها الرقي وانتهت كلمته فصفق له الحاضرون طويلا وقد نشرت إدارة جريدة هوتشي شيمبون نص الخطاب الذي ألقيته على شكل رسالة وفي هذا اليوم وبينما كنت خارجا من حديقة هيبيا في اتجاه الشارع الكبير رأيت سيارة قادمة نحوي فتوقفت فجأة وقال من بداخل السيارة إبراهيم ما الذي جرى لم أرك منذ وقت طويل التفت إليه فإذا به الكونت أوكوما فاقتربت منه فقال إلى أين أنت ذاهب إلى محطة شينكاوا ألم تمل من التجبال لماذا جئت أليس للتجول اركب معي كي أوصلك إلى المحطة وقال مازحا تدفع لنا بعض النقود إن ركبت السيارة فأنا الخاسر أما إذا ذهبت ماشيا فإنني أصادف عشرين رجلا على أقل تقدير فلو تكلمت مع كل واحد ثلاث كلمات لكانت ستين كلمة فإذا تعهدت بأن تقول ستين كلمة في الطريق إلى المحطة فسأركب وركبت السيارة وفي الطريق أخبرني بأمور كثيرة جدا ومما قال كلما رأيتك تذكرت الشيخ التتاري الذي قدم إلى اليابان قبل ثمانمائة عام هؤلاء التتار كانوا في ذلك الوقت أنشط وأكثر جهدا رحلة من تركستان إلى اليابان عن طريقي كما شاتك من دون باخرة أو قطار ألا تثير رحلته العجب؟ أحقا ذلك من أين عرفت عن قدومي مثل هذا الرجل؟ لقد نحت تاريخه على حجر قرب مدينة سينداي اليابانيون يعرفونه جيدا جاء شيخ ولكن اليابانيين ظنوه جاسوسا وفي هذه اللحظة وصلنا إلى المحطة وتفرقنا الكونت أوكوما رجل عظيم نشرت في الصفحات السابقة رسائله وفي هذه الصفحة أقدم صورته للقراء الكرام كان كل همي أن أجعل اليابانيين يتجنبون المنصرين وأن أظهر محاصن الإسلام لهم لذلك فإنني أتحدث في هذا الموضوع لكل من أصادفه وذات يوم تبسم لي رجل في محطة الحافلات الكهربائية الترام سألته إلى أين ذاهب؟ إلى يوكوهاما شيء جميل وأنا سأسافر إلى هناك وصعدنا معا إلى العربة وسنبقى معا مدة السفر الذي يستغرق نصف ساعة لم أكن أعرف شخصية هذا الرجل ولكن يبدو عليه بأنه يعرفني ومع ذلك فأنا قرأت له معنى الحديث النبوي الشريف سترون تقارب البلدان وبعد ترجمته له قلت بأننا سنصل إلى يوكوهاما خلال نصف ساعة فقد تقربت البلدان من بعضها كثيرا والصادق الصدوق عليه السلام أخبرنا بهذا الخبر قبل 1300 عام إن الإخبار عن المستقبل أمر سهل فإن تحقق فأمر طيب وإن لم يتحقق فلن يخسر شيئا فعرفت أن هذا الرجل نصراني إنني أتحدث عن شيئا قد تحقق إن كل من يملك قدرا من الإنصاف لا يمكنه أن ينكر بأنه ليس بوسع كل إنسان أن يتنبأ بشيئا يتحقق فيما بعد بمثل هذه الصورة كل إنسان يرى نفسه منصفا لو لم يكن للإنصاف حدود معينة لأمكن لكل إنسان أن يكتفي بظنه هو لذلك قيل إن بعض الظن إثم ويتمثل ذلك في الذين يمشون وراء الأوهام والتخيلات فينكرون الحقيقة والحقيقة هي نفسها مشكوك فيها هذا أمر لا غبار عليه بالنسبة لأصحاب الأفكار الفاسدة ولكن العبرة للعقل السليم أما إذا كان العجز في التمييز بين الواحد والثلاثة فلا يكون هناك أي اعتبار للفرق بين الحقيقة والظن وهنا وصل القطار إلى شينكاوا فافترقنا وتوجهت من المحطة إلى يوكوهاما سيرا على الأقدام ونزلت ضيفا في منزل السيد ولي أفندي تراب علي زادة الذي دعا أصحابه إلى المنزل وبحثنا الاقتراح الخاص بإنشاء مسجد في توكيو وفي البداية عربت عليهم الأمر التالي في الفترة التي أقمت بها في اليابان اتصلت بكثير من الناس إنني أرى استعدادا عند اليابانيين لاعتناق الإسلام فهل عندكم ملاحظات على ما قلت عبدالغفور أفندي أعرف في توكيو رجلا أتعامل معه منذ ثلاث سنوات وكلما قابلته يطلب مني أن أحدثه شيئا عن الإسلام وأنا جاهل لا أستطيع أن أقول له شيئا وإن ذلك الرجل غني جدا وأتوقع أن يكون حبه للإسلام قويا جدا لأنه يتكلم برغبة ذاتية لا بدافع من الآخرين تراب علي زادة الخادم عندي يفعل كما أفعل حتى أنه يصطحب الإبريق إلى الخلاء وأصوم في رمضان فيصوم معي قلت إذا وجدت الأرض في توكيو وبنينا عليها مسجدا فهل نجد أناسا يرغبون في الإسلام وهل نجد المال لبناء المسجد هل لك أن تبين لي رأيك في هذا الموضوع تراب علي زادة الكلام الآن في موضوع المال غير ضروري وأعتقد بأن هناك من يرغب في الإسلام ولكن من أين نجد الأرض فأسعار الأراضي في توكيو مرتفعة جدا ثم إنه من المتعذر إيجاد أرض في وسط المدينة قمر الدين زادة يلزمنا الكثير من المال لبناء مسجد في توكيو وإذا كان لابد منه فيجب أن يكون البناء فخما وفي رأيي أن مسألة المال مسألة مهمة وكبيرة قابلت عددا من الشخصيات وأبدأ استعدادهم لتقديم الأرض وإنهم أخبرون بأن الأرض جاهزة إن تعهدنا نحن ببناء المسجد عبدالغفور سنجد المال حتى وإن لم يكن مبلغا كبيرا فسنجد ما نبني به مسجدا مناسبا تراب علي الزادة أظن أنه يمكن تأمين المال أما الأرض فلا ولكن يجب أن يكون المسجد في مدينة مثل توكيو متناسبا مع مكانة الإسلام ولا ينبغي التعجل في الأمر يجب أن نتأنى ونجري اتصالاتنا مع كل الجهات يحضرني شيء آخر إن الداخلين دين الإسلام هنا يعتبرون في حكم العدم ولدينا متسع من الوقت لا بد أن ندرس الأمر بصورة مستفيضة ولكن تذكرت أمرا آخر نستغل الفرصة ونخطط للمستقبل إن إن شاء مسجد وغيره يتطلب استئذان مقام الخلافة وباب المشيخة الإسلامية فما رأيكم إن نحن التزمنا بأن يكون الجانب الروحي مربوطا هناك تراب علي زادة طبعا طبعا ينبغي علينا أن نفكر بهذا قبل أي شيء آخر لأن انتشار الإسلام في هذه الديار قد تنتج عنه منافع سياسية إلى جانب المنافع الروحية ويجب أن نقدم المنافع السياسية على غيرها وهذا مما يساعد على نشر الإسلام بصورة أسرع كن على يقينا بأن اليابانيين لا يقتنعون بالناحية المعنوية كثيرا أما إذا وجدوا أن هناك منافع سياسية فسيرمون بأنفسهم علينا وعلينا أن لا ننسى مصالحنا السياسية ثم يجب أن نأخذ في اعتبارنا من الآن أن نختار أناسا يملكون معلومات سياسية مناسبة ويقومون بالمهمة بأمانة وإخلاص وإذا جاء رجال مثلنا فالأفضل أن لا يكونوا وبعد هذا النقاش البسيط أحسست بأن هؤلاء الرجال في إمكانهم أن يقدموا المعونات المادية لبناء المسجد ولذلك كان من الضروري جمع بعض المعلومات عن هؤلاء الناس فبدأت أراقبهم كي أعرف أحوالهم عبد الغفور وقمر الدين زادة رجلان مسلمان طيبان وهما ليسا من التجار أصلا بل وكلاء لغيرهم وأصحاب المال رجلان من كبار أغنياء بومباي ويملكان الملايين وهما الأخوان عيسى بهائي وأما حاج ولي أفندي تراب علي زادة فيجيد اللغة العربية ويعرف اللغتين الإنجليزية واليابانية تجول في أنحاء كثيرة من البلاد العربية وصل إلى صنعاء ومكة تجول في كافة أنحاء أفريقيا كما تجول في جزر جاوة والمناطق الداخلية من الصين وفتح فروعا لنشاطه التجاري قام بكثير من الرحلات بهدف توسيع تجارته وآراؤه تنحصل في السياحة والتجارة وهو لا يزال شابا في الخامسة والثلاثين من عمره وأعرض على القراء الكرام صورة هذا الشاب طبعا جميع الصور موجودة ابتداء من الصفحة خمسمائة وعشرين في الكتاب الموجود بصيغة بي دي اف في التعليق الأول لمن يرغب بمشاهدة الصور ومن يوكوهاما عدت إلى توكيو أخبرني أخي ناكاياما قائلا لقد دعاك أوهارا لزيارته في الساعة الثانية وعلينا أن نتوجه في الساعة الواحدة إلى إحدى الحدائق حيث مكان الدعوة دعوة أوهارا في الصفحات الماضية قدمت للقراء الكرام بعض المعلومات المتعلقة بهذا الرجل ولذلك لا أجد حاجة للتعرف به مرة أخرى وسأكتفي بنقل ما جرى من أحاديث بين المدعوين في تمام الساعة الثانية وصلنا إلى حديقة بجوار آكاساكا والمكان أشبه بمقر منظمة داخل مدينة كبيرة كنت أعرف من الحاضرين أوهارا وناكانو وثلاثة آخرين لا أعرفهم والمجموع خمسة بالإضافة لشخصي وناكاياما فالاجتماع فيه سبعة أشخاص وبعد استراحة قليلة قدم الأخ أوهارا السادة الحاضرين هذا الرجل هو من أعظم الرجال اليابانيين الذين قدموا التضحيات من غير العادة أن يثنى على الرجل في مجلس يحضره ولكن مضطر لتعريفه تعريفا صادقا لذلك يجب علي أن أتحدث عنه ببعض ما أعرف فإن قيل توياما سان فلا تجد يابانيا لا يعرفه وإن وجد فقد يكون من أجهل الناس كان توياما سان من أكبر أصحاب رؤوس الأموال في بلادنا قبل الحرب الروسية اليابانية وكان يملك مناجم للفحم ولما وقعت الحرب باعها كلها وضحى بأكثر من مليون ونصف مليون في سبيل خدمته لهذا الوطن واليوم إنه يعتبر من أفقر العوائل في البلاد وأظن أننا نكتفي بهذا التعريف وكان كاوا نو من أعضاء شيوغ إن أي البرلمان وقد انتغب مرة لرئاسة البرلمان ولكنه كان معارضا للحكومة فتقرر حل البرلمان بعد 25 يوما ثم أجريت انتخابات أخرى واشترطت الحكومة أن يرشح نفسه للعضوية فقط إن أراد ومنعته من الترشيح لرئاسة المجلس وهذا إينوكاي وزير الداخلية السابق وكذلك شغل منصب وزير المعارف والآن هو عضو في البرلمان وسأكتفي بهذا القدر من التعريف وستعرفهم أكثر بنفسك فيما بعد ثم عرفهم بي عبد الرشيد إبراهيم من العلماء التتار المسلمين إنه أستاذنا وسيكون مؤسس الإسلام في اليابان وقامت جميع احتراما وتعظيما كانت جلسة طيبة ودارت أحاديث ودية ومسلية وتعمق التعارف وشربنا الشاي وأكلنا وبعد الطعام اقتربنا من بعضنا البعض وشكلنا حلقة صغيرة وهارة نحن الآن خمسة أشخاص سنعاهدك على نشر أفكارك وعلى العمل من أجل نشر الإسلام في اليابان بأموالنا وأنفسنا وبكل ما نملك وعلى قدر استطاعتنا فتفضل بالقبول حتى نكون إخوانا لك من اليوم وقل لنا كل الشروط والتكاليف كي نقبلها وإذا اقتضى الأمر نكتب ونوقع نحن رهن إشارتك من أجل تأمين الأرض لبناء المسجد وسنعمل على تهيئة أسبابها قل لنا بما تفكر بكل صراحة لا أستطيع أن أتكلم في الوقت الحاضر طويلا ومع ذلك فإن كل ما سأقوله سيكون صريحا بدون أدنى شك لأنني أعرف بأنكم من أكبر الرجالات الشرق ومن أرقى أممها إنني لا أقصر أبدا في تعليمكم أساس الإسلام وأركانه ولكن هناك الجانب الرسمي وهو أن يكون الأمر مربوطا بمقام الخلافة العظمى ولتحقيق ذلك يجب الاتصال بباب المشيخة في إسطنبول للحصول على الإذن الرسمي إنني أريد الآن شرح هذه الأمور بتمامها فليس في ديننا الإسلامي سر خفي فكل عبدا إذا أقر وصدق بوجود خالق وقادر مطلق يستحق العبادة فهو مسلم وتترتب عليه التكاليف الشرعية ولكن هناك جهة رسمية فمثلا نحن نريد بناء مسجد ونريد تعين الدعاة الروحيين ليقوموا ببعض الواجبات الدينية وإصدار الوثائق والأوامر اللازمة لذلك كل هذه الأمور تتطلب الارتباط بمقام المشيخة إن أساس إسلامنا ربط العالم الإنساني بالرباط الأخوة والشريعة الغراء هي حبلها ومقام الخلافة هو العمود الضخم الذي تتجمع فيه أطراف تلك الحبال وللحفاظ على الأخوة ينبغي الدوران حول تلك الشجرة التي مدت جذورها في كافة أنحاء المعمورة وكل المسلمين في أنحاء الكرة الأرضية وإن كانوا من رعاية بلد أجنبي فهم مرتبطون بمركز تلك الخلافة ولهذه الأسباب طلبت بالأمس من أخينا أهارة التريث والتأني قليلا ومع ذلك فإننا لا بأس أن نؤسس فيما بيننا جمعية ونتعاهد على الأخوة ونقوم مبدئيا ببعض المساعي وتقومون أنتم بإعداد الأرض التي سننشئ المسجد عليها وأنا أجري الاتصالات والمراسلات مع بعض الشخصيات في مقام الخلافة العظمى كما نعلم بعضنا البعض أركان الدين الإسلامي وهذه كلها واجبات فإذا قام كل واحد مننا بها بقدر طاقته فمن المؤكد بأن الوصول إلى النتيجة والهدف سيكون سهلا كاوانو أؤيدك في هذا الرأي تماما ومما لا شك فيه بأن أهم المسائل في هذه الدنيا هي مسألة الحياة والحياة لا تكون دون تصادم هذا ناموس طبيعي حتى أن القطرة التي تنزل في الرحم تحتوي على مئات الآلاف من البذرات أي الحويمنات وبعد التصادم بين هذه الحويمنات تكون الحياة لمن غلب والبذرة الغالبة تعيش وتتطور وتصير جنينا كلها قوانين طبيعية والمسألة التي نفكر فيها الآن هي مسألة الحياة والإنسان بمفرده لا يستطيع تحمل كثير من المعوقات فعلينا التحرك وإذا تعين علينا أن ننزل إلى الميدان فسأقول لك نحن جاهزون إننا روح واحدة في خمسة أجسام الرأس فينا أخونا أوهارا والقلب توياما فما يقوله أوهارا فهو ملزم لنا جميعا وتوياما والدنا يصادق على ما نقوله توياما طبعا طبعا هو كذلك إنني أكن لك احتراما كبيرا إن أفكارنا متطابقة وفي نشاطاتنا يعتبر أوهارا وكيلنا الدائم وإن كانت مسألة الأرض بالنسبة لبناء المسجد مهمة وهي كذلك فتأمينها له نفس الأهمية كن مطمئنا وعمل على تهيئة الأسباب الأخرى إننا الآن نوكل أخان أوهارا أمامك وكما قلنا فإن ما يقوله يلزمنا جميعا وإذا اقتضى الأمر أن نجتمع فسيبلغنا هو بذلك وسنحضر فورا والآن لنا بعض الارتباطات فنرجو أن تأذن لنا وقام توياما وكوانو وأينكوي مودعين وانصرفوا وبقينا أنا وأهارا وناكانو بعض الوقت وشربنا الشاي وبحثنا بعض المسائل الهامة فيما يتعلق بالقضية الشرقية هناك بعض الأمور لا يمكن شرحها ولا شك أن مثل هؤلاء الرجال يقدسون الفلسفة السياسية للدين الإسلامي قال أوهارا بإذن الله ستسميني أبا بكر وسأسر أكثر إن أضفت إلى اسمي محمد لقد سبق أن قلت لك مرارا بأن الأسماء عندنا لا أهمية لها إن أبقيت اسمك كما هو فهو جائز فلا حاجة للتغيير إن لم يكن فيه معنى سيء ومع ذلك فيمكن التغيير بعد الحصول على إذن رسمي في هذه الحالة يا أستاذ سأطلب منك شيئا تذهب هذا العام إلى مكة بشرط أن نتحمل كافة المصاريف وتبلغ سلامنا إلى عموم أهل الإسلام هناك ثم تعرج على مقام الخلافة لإجراء كافة المعاملات الرسمية اللازمة ثم تعود بها جميعا إلى توكيو فنباشر عملنا فورا نعم كل هذا ممكن بإذن الله ولكن لا أظن بأن تحقيق ذلك يتطلب وجود علاقة رسمية بين تركيا والحكومة اليابانية لا أستطيع أن أجزم بشيء في ذلك ولكنني أرى ضرورة وجود رابطة سياسية فلو تبادلت الدولتان السفراء لأمكاننا حل هذه الأمور عن طريقهم ولا سهلت مهمتنا كثيرا ولا أعرف كيف تكون مثل هذه الأمور فما هو رأيكم أريد الحصول على بعض المعلومات بهذا الشأن دبلوماسيا ولكن أقول هذا من قبيل التشاور إننا سنسعى لتحقيق كل ما يخص حكومتنا على الوجه المطلوب فما هو موقف الحكومة التركية ستعرف ذلك بعد وصولك إلى إسطنبول لقد اتضح مما تقول بأن كل شيء سيتوقف على سفرك إلى إسطنبول وعودتك منها لذلك فلا تتوقف أبدا فإذا سافرت في أقرب وقت وعدت في الربيع بدأنا في العمل الجاد نعم وأنا أرى ذلك إن وجود رابطة سياسية بين الحكومتين أمر مهم جدا إذ ستسهل كثيرا من الأمور ونتمنى أن تتحقق هذه الرابطة لتفتح الطريق أمام انتشار الإسلام في اليابان وبذلك يمكننا الاتصال بمقام المشيخة عن طريق السفير كلما تطلب الأمر ويتحقق ما نريد خلال 24 ساعة أما الآن فإننا نحتاج إلى وقت طويل لا بد من مراعاة عامل الوقت أستاذ المحترم إنني أجد في كلامك الكثير من الحكم لقد جمعت ما قلته في محاضراتك وسأنشرها في شكل رسالة خاصة وهي مجموعة بهذا الشكل وأخرج من جيبه دفترا فوجدت فيه قصاصات من الصحف رتبها ترتيبا جيدا على شكل كتاب وأعرض هنا للقراء الكرام صورة للأخ أوهارا جميع الصور موجودة في الكتاب ابتداء من الصفحة 520 الموجود بصيغة PDF في التعليق الأول استمرت الجلسة مع الأخوين أوهارا وناكانو عدة ساعات تحدثنا فيها الكثير من الكلام الصادق والجاد ترجمة نانسي قنقر